سلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي وطالبات جيل 2016 الله يعطيكم العافية جميعا بعد انتهاء من امتحان الرياضيات الآن انت قاعد تفكر كيف ان تدرس مادة الفيزياء وفي الحقيقة انت المفروض بلشت في دراستها من امبارح حبايب الطلاب حبايب الطلاب أنا اليوم في هذا الفيديو اللي تقريبا رح تكون مدته تقريبا ساعتين في فيديو ثاني ان شاء الله رح ينزل بكرة رح تكون كمان مدته ساعتين شو هذول فيديوهين اللي رح ينزلوا رح ينزلوا هذول فيديوهين اللي هو مشان انت امتحانك الفيزياء هذول الفيديوهين هم عبارة عن مقترحين مقترحين أسئلة لمادة الفيزياء بنمط امتحان الوزارة فنلقي نظرة انا هياكم بشكل سريع اول شي الترويس هي تشبه ترويس الوزارة تماما لكن انا معدل عليها شوي التعديلات كل امتحان من هذا الامتحانات هاي اللي هي نمط امتحان الوزارة المقترح الاول عبارة عن ثمن صفحات ثمن صفحات كل مقترح فيهم يحتوي على اكثر من خمسين سؤال هم خمسين انا معديدهم خمسين يعني لو رجعت انت لنهاية رجعت لنهاية الصفحات اللي هي اخر صفحة هتلاقي في عندك ايش سؤال رقم خمسين زي ما هو رح يكون عندك في امتحان الوزارة عبارة عن خمسين دائرة كاملات بالتمام والكمال امتحان الوزارة لكن انا شو عامل يعني فيه في الامتحان يعني فيه بجوز هيك انا حاط افكار شوي نوعا ما فحاط لك ايش اسئلة اضافية يعني هون بعد سؤال 14 حاط لك سؤال اضافة عشان ما اخرب لانه انا شغال بنفس نمط الوزارة وبنفس الاوزان النسبية تبه امتحان الوزارة يعني انت في الواقع انت لما تروع على امتحان الوزارة هتلاقي عندك في الصفحة الاولى تبلش بمادة الزخم الخطي وبفكرة وحدة الزخم الخطي ويكون عندك عبارة عن 6 اسئلة على وحدة الزخم الخطي بتروع على السؤال رقم 7 هتروع على السؤال رقم 7 هتلاقيه فعليا مبلش بايش بالحركة الدورانية وهكذا فلذلك انا ماشي بنفس تسلسل الوزارة وماشي بنفس افكار الوزارة الافكار كلها من وين كلها انا كاتبها كاتبها بعناية شديدة جدا قاعدت تسبوه كامل وانا اكتب في هذول المقترحين وهذول الانتحانين حسا بشبهوا افكار الوزارة بشبهوا اسئلة الوزارة لكن هي مش نفس اسئلة الوزارة وليست نفس اسئلة الكتاب هي مستنبطة من وين من كتابك من كتابك الرسمي يعني انا قاعدت هيك في البيت اسبوع كامل قاعدت بلشت افتح في الكتاب ابلش بفكرة فكرة 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 ليش مقترحين مش مقترح واحد لانه 50 فكرة ما بيكفوا لان انا اشمل جميع الافكار فلذلك انا عملت لكم مقترحين هاي المقترح الثاني طلعوا هذا المقترح الثاني برضو في مجموعة من الافكار برضو هتلاقي ايش ست اسئلة على الزخم الخطي بالاضافة لسؤال اضافي يعني سبعة يعني بكل 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 وحدة هتلاقي عدد كبير من الاسئلة يعني انت بتحكي عن وحدة الزخم الخطي هتلاقي انت في عندك 13 سؤال يعني خلينا نعلى الوحدة الاولى 13 سؤال على الزخم الخطي طب كم فكرة اصلا في الكتاب وكم موضوع في الكتاب في 9 مواضيع لكن أنا حاط لك شو؟ حاط لك 13 سؤال يعني بمعنى آخر في كل موضوع من مواضيع الكتاب أنا حاط لك سؤال أو سؤالين في كل موضوع من مواضيع الكتاب أنا حاط لك يا سؤال يا سؤالين فلذلك هي عبارة عن مراجعة لكامل المادة يعني هذول المقترحين وهذول الفيديوهين هم عبارة عن إيش؟ عبارة عن مراجعة لكامل المادة مراجعة لكامل المادة بنص نمط امتحان الوزارة طبعاً أنت في البداية كمان شو أنا أحب أحكي لك إذا أنت بدك الملفين هذول بي دي أف فتقدر تتواصل معي على الواتساب طلابي بيعرف رقمي 036785 تقدر تتواصل معي على الواتساب لحتى شو لحتى أبعت لك الامتحانين هذول بي دي أف إذا أنت بدكش تحضر الفيديو وبعت لك إجاباتهم وبعت لك شو وبعت لك الإجابات تابعون هذول الأسئلة لحتى أنت تقيم حالك وتعمل لحالك امتحان يعني إحنا طلابنا كثير قاعد بتفكر بشو قاعد بتفكر في موضوع طلابنا أنه أنا بدي أنا أقيم حاله وبدأ أعمل امتحان لحالي فأنا مش عارف شو أسوي داروا على أسئلة الوزارة طبعاً هن الأفكار كلها مرة عليك والأسئلة كلها مرة عليك طبعاً هن أسئلة الوزارة وفي الواقع أنت حفظتهم فلذلك ما رح يأخذوا منك وقت كبير أو جهد كبير فلذلك تقدر تعمل لحالك امتحان من هذول الامتحانين أو الامتحانين مع بعض تبعت لها الواتساب ببعت لك إياهم بدي أف بتروح تسحبهم وبتعمل لحالك اختبار جو بيتك بتعمل لحالك اختبار جو بيتك تحط لحالك ساعتين ونصف بنفس وقت الوزارة لأن الأفكار اللي نحطها بنفس نمط الوزارة يعني هتلاقي أسئلة فهم ومعرفة هتلاقي أسئلة قدرات هتلاقي أسئلة تطبيق يعني بنفس نمط امتحان الوزارة تماماً لا أكثر ولا أقل لا أكثر ولا أقل هتلاقيه بنفس نمط أو حتى ممكن تلاقيه شوي أصعب من امتحان الوزارة لكن بالنهاية الوقت هيكون كافي 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 ساعتين ونصف كافيات لأنك تحل هذا الامتحان يعني الوقت اللي أنا معطيك هي بنفس وقت الوزارة عشان شو ما كانت صعوبة انتحان الوزارة وشو ما كانت أفكار الوزارة ترى حتلاقيهم كل موجودات حتلاقي حالك أنت متعود عليهم وما ضلش عنا مجال لإننا نقعد نتراخة أو نقعد ندلع فيك ما في دلاء ما في دلاء طيب أنا شو رح أعمل سليمان الغفر شو رح يعمل لنا هون أنا اللي رح أعمله إنه أنا رح أبلش في حل هاي الأسبوع سؤال سؤال وأشرح فكرة السؤال ها أشرح فكرة السؤال لكن بشكل سريع جدا ليش لأنه أنا بهمني الفكرة أنا ما بهمني نفس السؤال يعني ما بقول لك والله إنه سليمان الغفر يكتب أسئلة هي أسئلة المتوقع لا لا أستاذي هاي مش أسئلة المتوقع عشان أنت ما تفهمني غلط هي أسئلة مقترحة أسئلة مقترحة أنا شاملة في جميع أفكار المادة فلذلك أنا إذا بدأ دور بدي أدور على إني أنا أكون فاهم الفكرة مش أنا حافظ السؤال لأنه ما رح يجيك بالنهاية نفس السؤال في امتحان الوزارة لكن هيجي بنفس الفكرة تماما وهذا واعد أنه يجيك على الأقل في امتحان الوزارة 40 سؤال من هذول المقترحات بنفس الأفكار 40 سؤال أنت عارش يعني 40 سؤال 40 سؤال بنفس الأفكار وليس نفس السؤال ركزلي على هاي الجملة عشان أنت ما تقول سلمان الغفري والله أنه أعطانا أس المقترحة وما طلعت زيها لا 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 أنا بقول لك هاي ليست أسئلة متوقعة إنما هي أسئلة مقترحة بنفس أفكار المادية فحبايبي نقول بسم الله عشان أنا ما أضيع وقت كثير وما أطول عليكم هاي رقم تلفوني فبتقدر تتواصل معي على الواتساب إذا بدك الامتحان بدي أف وتعمل لحالك تقليل وحبلش أنا في السؤال فكرة فكرة وحبلش سؤال سؤال فنقول بسم الله أنا وياكم مع بعض وركز معي وصحصح معي عشان احنا وياكم هنبلش في السؤال الأول حبايبي بالعادي في امتحان الوزارة حتلاقي السؤال الأول هو سؤال مباشر حتلاقي دائما بالعادي السؤال الأول هو سؤال مباشر سؤال خفيف لطيف لكن مش تطالب مش دارس تطالب دارس المادية حتلاقي سؤال جدا مباشر عند تصادم سيارتين وتحركوهما معا بعد التصادم لما يتحركوا السيارتين معا بعد التصادم تحركوا السيارتين صار فيه تصادم بين جسمين بغد النظر هي سيارات كرات بغض النظر شو هم وتحركا معا بعد التصادم طب كيف تحركوا معا بعد التصادم مش هذا يعني انه حدث بناتهم التساق التحام معناته نوع التصادم شو بدي يكون حبايبي اكيد الكل بيعرف هو التصادم بدي يكون تصادم عديم المرونة والطاقة الحركية بالتأكيد هي ليست محفوظة هي ليست محفوظة فسؤال الاول سؤال بسيط ممكن شو يجيك افكار يغير لك الفكرة يقول لتصادم سيارتين على سبيل المثال ولم يحدث اي تشوه بين الجسمين يعني ما صارش اي تشوه واحنا متفجين انه اذا ما صار اي تشوه بين الاجسام المتصادمة فنوع التصادم بيكون تصادم مرن لكن اذا حدث تشوه بدون التساق فالتصادم بيكون تصادم غير مرن واحنا كلنا بنعرف انه في التصادم المرن تكون الطاقة الحركية محفوظة اما في الغير مرن الطاقة غير محفوظة والعديم المرونة اصلا كمان هي من أنواع قصاد وغير مرين فلذلك هي تكون أيضاً غير محفوظة تمام؟ تمام وهي السؤال الأول إذن سؤال كثير بسيط وخفيف لطيف نبلش بالسؤال الثاني فكرة عظيمة وفكرة أجدت كثير في امتحان الوزارة وأفكار موجودة في الكتاب لذلك ركز عليها تؤثر قوي محصل في جسم ساكن ركزها بلشنا أنا وياكم شوف جسم شماله؟ جسم ساكن جسم ساكن شو كثير في هذا الجسم؟ أربع كيلو غراب إذا علمت أن مقدار القوة المحصلية تغير بالنسبة للزمن كما هو موضح في الشكل بطلع على الشكل أعطاني علاقة ما بين F و T وتنتبه أن الزمن بالملسة كان يعني مضروف في عشرة قوة سالب إيش؟ مضروف في عشرة قوة سالب ثلاثة أجب عن الفقرتين اثنين وثلاث التاليتين أول شيء شو طالب مني؟ طالب مني القوة المتوسطة المؤثرة في الجسم بوحدة نيوتن خلال هذه الفترة واتجاهها واتجاهها حلو 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 كلام القوة طيب إحنا لما أخذنا علاقة F مع T إحنا ركزنا كثير على أن المساحة تحت المنحنة هي تمثل الدفع وكلنا منعرف أن الدفع هو عبارة عن تغير في الزخم الخطي بروح بحسب المساحة تحت المنحنة لما أروح بحسب المساحة تحت المنحنة هو الشكل شبه منحرف فبقول له والله الدفع هو المساحة تحت المنحنة والمساحة تحت المنحنة نص مضروبة في مجموع القاعدتين القاعدة الأولى عشرة القاعدة الثانية من 4 إلى 6 إلى 12 بس دير بالك لا تنسى العشرة قوة سالب 3 هي عشرة قوة سالب 3 في الارتفاع الارتفاع عندي 4 إذن هاي مضروبة في كم؟ مضروبة في 4 إذن الآن بحسب الدفع 4 إلى 2 فيها 2 في 12 24 ضرب 10 قوة سالب 3 نيوتن في سكند إذن هاي شو تمثل؟ تمثل الدفع إحنا لسه ما خلصنا مشروح تدور لي على 24 في 10 قوة سالب 3 لا هاي أستاذ الدفع تمام تمام لو دورت إصلا مش رح تلاقي الـ 24 في 10 قوة سالب 3 حلو طب أنا شو بدي؟ بدي القوة أخذنا أنا وياكم قانون أن القوة F هو عبارة عن دلتا بي على دلتا تي طب ما هو هذا الدفع هو نفسه التغير في الزخم هسة كفكرة ها أنا جعب أقول لها تدور على الفكرة أنا من الشرب أطلب منك القوة أنا من يطلب منك التغير في الزخم الخطي فخلص مباشرة آي شو يساوي دلتا بي دلتا بي هي عبارة عن 24 في 10 قوة سالب 3 كلها على الزمن الزمن 10 من اللي سكن بتقول لي هاي 10 ضرب 10 قوة سالب 3 و السالب 3 مع السالب 3 تتروح يطلع مع القوة ساوي 24 على 10 يعني 2.4 نيوتن إذن هاي القوة 2.4 طب بأي اتجاه X موجبه لX مايوس بما أن المنحنة في الأعلى فبالتأكيد رح يكون باتجاه مين باتجاه الـ X الموجب لو كان المنحنة يعني القوة هاي للأسفل الشكل في الأسفل فأكيد يكون جواب باتجاه الـ X الماينوس إذن هاي السؤال رقم 2 يعني أنا نروح أنا وياكم على السؤال رقم 3 السؤال رقم 3 هو يتبع لنفس الفكرة و لنفس السؤال شو طالب مني؟ بقول لي بدي سرعة الجسم في نهاية الفترة الزمنية لتأثير القوة المحصلة يعني بدي السرعة النهائية فيه فاينل طب حلو اتفقنا أنا وياكم وعرفنا إنه دلت بي هاي دلت بي طلع معي جوابه 24 في 10 قوة سالب 3 وكلنا بنعرف إنه التغير في الزخم الخطي ما هو إلا عبارة عن بي فاينل ناقص بي إنيشال والبي فاينل هو عبارة عن أم بي فاينل ناقص أم بي إنيشال كتلة الجسم والله معي في السؤال كتلة الجسم 4 كيلوغرام وهاي معي 24 ضرب 10 قوة سالب 3 والكتلة معي كم حكينا؟ كتلة 4 كيلوغرام هاي 4 ضرب بي فاينل هاي بي فاينل وهاي أصلا أساسا 0 طب ليش يا أصلا 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 ثاني متر لكل ثاني متر لكل ثاني خلص والجواب طاله مع يم في متر لكل ثاني إذن الجواب عندي إيش يكون يكون أنا عندي الجواب لو طلب منك السؤال أن يكون بوحدة ملي في امتحان الوزارة إلا يطلب منك كميلي فيزيائية يطلب بأي وحدة قياس هو بديها ما رح تلاقي أي سؤال في امتحان الوزارة إلا ما أعطيك شو وحدة القياس اللي هو بديها فيها فدائماً ننتبهنا وإياكم على وحدات القياس ستروح مرة فوراً على السؤال الرابع السؤال الرابع يرى أطلقت قذيفة وفقياً من مدفع ساكل أطلقت قذيفة من مدفع حركة القذيفة والمدفع هو من ضمن الانفصال ويتحقق فيه حفظ الزخم الخطي يعني يطبق عليه حفظ الزخم الخطي تمام تمام كتلتها 30 كيلوغرام شو كتلتها 30 كيلوغرام وتتحرك بسرعة 100 متل لكل ثاني باتجاه إكس موجب اقرأ السؤال منيح أطلقت قذيفة أفقياً من مدفع ساكل أنا عندي مدفع ساكل وأطلقت قذيفة منها كتلة القذيفة 30 كيلوغرام وتتحرك بسرعة 100 متل لكل ثاني باتجاه إكس موجب يعني القذيفة تحركت هذه كتنة القذيفة خلينا نسمي أنها وياكم القذيفة M A وهذه سرعتها V A أو 1 1 زي ما بدك بنت جاكس موجب إنه دفع القذيفة على المدفع شو بده؟ دفع القذيفة على المدفع القذيفة اتفاقنا سميناها A والمدفع لننسميه B بدي دفع القذيفة على المدفع ركز دفع القذيفة على المدفع يعني بدي I القذيفة اللي هي AB طب I AB هو عبارة عن التغير في الزخم الخطي للجسم مين؟ للجسم B حلو الكلام طيب هو شو بتده دفع القضيفة على المدفع بوحدة نيوتن في السكن حلو دلتا بي لبي هو عبارة عن بي بي فاينل ناقص بي بي انيشل يعني بتقدر تحكي لي م بي 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 فاينل ناقص م بي 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 انيشل بس يا أستاذي هل انت مع كتلة المدفع لا ساكن الانيشل صفر طب السرعة النهائية برضو لا فمش رح يزبط معك تحل بهذا الطريقة وفي هذا القانون بس احنا كمان ركزنا على هاي النقطة كتير نيح انه آي اي بي صح يتغير في ازدخل من الجسم دي وبنفس الوقت هي سالب دلتا بي لمين لا اي يعني سالب بي اي فاينل ناقص بي اي انيشل هاي آي اي بي يساوي هاي سالب البي اي فاينل ام اي بي اي ثلاثين في مية يعني ثلاث تلاف ناقص بي اي انيشل اصلا كان ساكن فصدر فبطل معي سالب ثلاث تلاف بالزبط طب سالب ثلاث تلاف في مينة في الساكن يعني ثلاثة في عشر قوة ثلاثة والسالب تدل على الاتجاه انه اكس مينوس ان الجواب شو بيكون بيكون الجواب دال باتجاه اكس مينوس سؤال البعده سؤال البعده برضه انفصال وضع نابض خفيف مضغوط بين صندوقين اي بي فكرة كانت موجودة في امتحان الوزارة وفي امتحانات السابقة انا عندي صندوقين ايوبي كتلتيهما كما في الشكل ما اظنى هاي كتلكها اثنين ام وهاي ام موضوعين على سطح افق املس اذا افلت النابض لينطلق الصندوقين باتجاهين متعاكسين يعني برضه انفصال فانه لحظة ابتعاد كل منهما عن النابض لحظة ابتعاد كل منهما عن النابض احدى الخيارات التالية صحيحة هس هذا السؤال هو نفسه كان موجود في امتحان الوزارة في امتحان 2023 امتحان النظامي لكن انا شو اللي عملت اللي عملته هون في هذا السؤال انه انا عدلت شوي على الخيارات طلعوا لي على الخيارات مجموعة طاقة الحركية للسندوقين يساوي الصفر لا ليش لا لانه الجسمين بتحركوا فاكيد لا هاي انساها اذا هاي الخيار الاول انساها با مجموعة الزخم الخطي للسندوقين يساوي صفر لا ليش لا لانه مجموع الزخم الستادي قبل الانفصال zero واكيد تساوي مجموع B final فلذلك برضو لا الطاقة الحركية للسندوق B تساوي نصف الطاقة الحركية للسندوق A ما خليها شوي اروح لي على ذلك الزخم الخطي للسندوق B يساوي مثلي الزخم الخطي للسندوق A اكيد لا ليش لانه بعد الانفصال بد يكون زخم A يساوي زخم A زخم B متساويين في المقدار ومتعاكسان في الاتجاه فصفر عندك الخيار الوحيد هو G لو انت ما عرفت اتطلع الجواب جيب لكن هو في الواقع الطاقة الحركية لبي نصف الطاقة الحركية لأيه حسنا ممكن انت تصفين تقول لي لا غلط ليش غلط؟ لانه هاي كتلتها 2M وهاي M والكاينة الكنيرجي تعتمد على الكتلة احنا بنعرف ان الكاينة الكنيرجي هو عبارة على نصف M V تربيع فتقول لي المفروض ان الطاقة الحركية للجسم B أكبر من الطاقة الحركية للجسم B بس أسرد انت هل بتعرف شو سرعتهم؟ طب ما هو احنا في الانفصال عشان تطلع زخم هاي تساوي زخم هاي هاي اذا تحركت بسرعة B بتعرف ان هاي رح تتحرك بسرعة 2B لان كتلتها أصغر الكتلة الأكبر دائما تتحرك بسرعة إيش؟ بسرعة أقل فلذلك هون سرعتها أكبر في الطاقة الحركية رح تكون لها أكبر لبي نصف الطاقة الحركية لأيه ولو حليتها بدلالة رموز برضو حيطرها معك نفس الكترة رو على سؤال رقم 6 ونحاول نحله فوق سؤال رقم 6 أنا مش بديش أظل أقلب في الصفحات عشان أنا ما أعجب طلع لي على سؤال رقم 6 أنا عندي الكرة A تتحرك شرقاً في عندي الكرة A تتحرك نحو الشرق تصطدم بكرة أخرى B كرة B كتلتها أربع كيلوغرام والله هاي كرة B وهاي كرة A الكرة A تتحرك نحو الشرق لحد الآن ما أعطني أي معلومات بما يتعلق بإيه حاول دائما نتلفهم السؤال وترسم كتلة B أربع كيلوغرام هاي أربع كيلوغرام أوكي إذا تحرك الجسم B طالعا شو بيقول لي بعد التصادم بسرعة 2 متر شرقاً يعني ما أعطيني VB final ويساوي 2 متر لكل ثاني وموجب ليش؟ لأنه باتجاه الشرق إذا علمت أن مقدار التغير في الزخم الخطي للجسم إيه هو ما أعطيني دلتة B لإيه شو يساوي؟ يساوي سالب 16 يا سلام سالب 16 كيلوغرام في متر لكل ثاني فإن سرعة الجسم B سرعة إيش؟ الجسم B الابتدائية بالدياء السالب بي بي إنيشل بوحدة متر لكل ثاني واتجاه يا أخو حلو، بدي بي بي إنيشل وطلعوا بما أنه معطيني التغير في الزخم الخطي للإيه فأنا بكل بساطة بقدر أعرف أن التغير في الزخم الخطي للإيه ساوي 16 هاي أسهل طريقة دلتة B إيه معي؟ سالب 16 إذن دلتة B لإيه كم؟ 16 لأنه دلتة B لإيه ساوي سالب دلتة B لإيه ويساوي بي بي فاينل ناقص بي بي إنيشل هاي 16 يساوي بي بي فاينل بي بي فاينل أم بي في يعني 4 في 2 ثمانية ناقص بي بي إنيشل أنا ما بعرف بس 4 بي بي إنيشل إنجل إنجل رح يطلع معك سالب 4 أو 4 موجب إذا نقلت هاي للطرف الثاني حيطلع معك 4 بي بي إنيشل وإذا نقلت هاي للطرف الثاني حيطلع معك 8 ناقص 16 يعني سالب 8 قسم على 4 حيطلع معك بي بي إنيشل سالب 8 على 4 بيطلع معك سالب 2 متر لكل ثانية بروح بدور على الجواب الجواب 2 متر لكل ثانية باتجاه من؟ باتجاه الغرب باتجاه الغرب وهي سؤال رقم 6 سؤال رقم 6 هاي خلصنا هيك ست أسئلة من الزخم الخطي لكن في غيرهم زي ما قلت لا في عندنا امتحان مقترح ثاني رح ينزل ثاني يوم يعني هينزل أول يوم امتحان المقترح الأول هنزل ثاني يوم اليوم اللي بعده اللي هو رح يكون بكرة إذا أنت قاعد تحضر في موعد نزول هذا الفيديو رح يكون في عندك امتحان مقترح ثاني في فيديو آخر في فيديو آخر إن شاء الله طيب سؤال رقم 7 سؤال رقم 7 شو بيحكي لنا؟ يوضح الشكل منظرا علويا لباب تؤثر فيه قوة F سؤال مألوف سؤال موجود كان في امتحان الوزارة لكن بالنهاية ما عدل عليه يعني اختلفت الفكرة لأن نفس السؤال إنه يتكرر يعني شوي هاي صعبة إنه يتكرر نفس السؤال يعني هاي من الأمور اللي خلينا نحكي أقرب للمستحيل لأنه ما في إشي مستحيل أقرب للمستحيل في امتحان الفيزي إنه يجيك سؤال مكرر في بيس طيب إن عزم هذه القوة واتجاهها بدي شو عزم القوة واتجاهها عزم القوة طيب باجب أتطلع F ضرب B F ضرب B F ضرب C F ضرب C عكس حركة عقارب الساعة ولا ما أنا باجب أتطلع تجاه القوة بهذا الاتجاه وهاي محور الدوران فالسؤال واضح بما يتعلق بالاتجاه هذا النظام وهذا الباب حيتحرك ويدور بعكس عقارب الساعة يعني أنت شطبت على هاي وشطبت على هاي طيب شو رحظة لعندي F ضرب D ولا F ضرب C ما احنا كل ما بنعرف أن العزم Tau هو عبارة عن F R ساين تيتا والR ساين تيتا ما هو إلا عبارة عن ذراع مين؟ عبارة عن ذراع القوة طيب صف عندك التاو السادي تساوي F ضرب ذراع القوة طيب وين ذراع القوة بالشكل؟ هي C هو البعد العمودي فلذلك F ضرب C فإذن هاي الجواب أنا عندي F ضرب C وباتجاه حركة عقارب لا مش عقارب عكس عقارب الساعة عكس عقارب الساعة إذن هاي الجواب عندنا G روح على سؤال ثمانية سؤال ثمانية سؤال 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 مرتب شوي شو سؤال ثمانية بيحتي لنا؟ سؤال ثمانية بيقول لي أثرت قوة F عموديا في طرف جسم قابل للدوران حول محور O فكان العزم الناتج عنها يساوي خمسين نيوتن في متر أنا عندي قوة أثرت باتجاه عمودي في طرف جسم قابل للدوران العزم الناتج عنها شو كان يساوي؟ خمسين نيوتن يعني أنا باجب أتطلحهم بقول لي الخمسين نيوتن شو عبارة عن F ساين تسعين هو هذا بحكي لي هوت إذا أثرت قوة نقدارها ثلاثة F عند نفس النقطة يعني على نفس البعد لكن تميل بزاوي ثلاثين درجة فإن العزم الناتج عنها شو يساوي؟ طب باجب هنا بدل F R ساين تسعين ستكون ثلاثة F يعني بدل F صار ثلاثة F R زي ما هي بدل ساين تسعين هي ساين تلاثين شو رح سيساوي لي حالي؟ سيساوي لي ثلاثة ساين ثلاثين نص ثلاثة عثنين في F R حلو؟ حلو طب F R والسادي من هون هي تساوي خمسين فالصف عندي ثلاثة عثنين ضرب خمسين خمسة عشرين في ثلاثة بطلع مين خمسة وسبعين إنيوتن إذا الجواب عن عندي هون خمسة وسبعين اذهبوا على السؤال اليوم سؤال تسعة سؤال تسعة سؤال تسعة شو بيحكي لنا؟ عندنا قوتان متوازيتان متساويتان مقدارا ومتعاكستان اتجاها تؤثران على طرفي قضي فريزة طول واحد متر إذا اطلعنا أنا بياكم على الشكل نجد من الشكل أنه هذا عزم ازدواج يعني فورا أنا مجرد ما اطلعت الشكل إذا أنا بفهم أنه السؤال بيحكي عن ازدواج قابل للدوران حول محورا ثابت في منتصفه عمودي على مستوى الصفحة كما في الشكل ركز إذا كان العزم الكلي إذا كان العزم الكلي المؤثر في القضيب ثلاثة واربعين باتجاه حركة القارب الساعة فإن مقدار القوة F المؤثرة في القضيب وحدة نيوتن شو تساوي؟ معطيني ساين الستين معطيني ساين الثلاثين طبعا هذول الثوابت عشان نوي على نقطة ونوي على ملاحظة هذول الثوابت ليس بضرورة أن يكونوا في نفس السؤال ممكن ممكن يجيك في بعض امتحان في الوزارة إنه الثوابت هاي في نفس السؤال إذا ما يكون هذه الثوابت كثير لكن بالغالب بالغالب هاي الثوابت إذا أنت لزمتك بتكون على رأس الصفحة في امتحان الوزارة ولاحظوا إنه أنا ما أعطيك من ضمن الثوابت ساين الثلاثين ستة وثمانين بالمئة يعني نبيك تستخدم هذا الرقم عشان يطلع ماك الجواب 100 بالمئة صح؟ فلذلك الثوابت اللي تكون متواجعة على رأس الصفحة في امتحان الوزارة حتى لو حافظ أنت الثوابت التزم باللي موجود في امتحان الوزارة على رأس الصفحة طيب أوكي هو ما أعطيني العزم الكلي وما أعطيني وطالب مني القوة F وجميعنا منعرف أنه عزم الازدواج يوضع بالعلاقة 2F R سين ثيتا يعني السؤال سؤال مباشر لكن العزم الكلي المعطينيها 43 43 43 هو نفسه عزم الازدواج 2 في F F اللي هي عبارة عن القوة في R انتبه هون هو معطيني طول القضية بواحد متر لكن R هي عبارة عن المسافة ما بين القوة ومحور الدوران اللي هو عبارة عن نصف متر عبارة عن إيش؟ عبارة عن نصف متر في ساين بجب أتطلع على الزاوية هاي F وهاي R أو هاي R عفوا وهاي F الزاوية هاي اللي هي ساين المية وعشرين ساين المية وعشرين هو نفسه ساين السكتين فالتنين مع الاتنين بتروح يطلع عندي 43 يساوي F ضرب ساين ساين ستين اللي هو ستة وثمانين بالمية بقسم على ستة وثمانين إذن F travطيني ثلاثة وعشرين على ستة وثمانين بالمية ثلاثة وارمين على ستة وثمانين بالمية يعني أنا حسب تحريلي أتوقع أنه بطلع خمسين خمسين جوابها لأنه خمسة وعشرين ٢٥ أكيد لا لأنه ثلاثة وارمين على ستة وثمانين بالمية أكبر من واحد Discovery طلعه وحتى في شي جال付ram يعني على خمسة وعشرين بطلع أكبر من واحد على ستة وثمانين هي تقريباً ستة وثمانين هي أقرب الواحد فبدي يطلع أكبر من ثلاثة واربين بالشوية فبطلع الجواب خمسين خمسة وسبعين ومية بعد فلي ذلك صحب شوفوا لي سؤال عشرة سؤال عشرة فكرة من أفكار الكتاب لكن تم التعديل عليها في سؤال عشرة معطينا مصدرة فيلزية مترية منتظمة متماثلة ترتكز على نقطة عند التدريج ثلاثين سانتي ثلاثين سانتي هذه ثلاثين سانتي إذن هذه التدريج هنا علق ثقل كتلة نصف كيلوغرام عند التدريج صفر سانتي للمسطرة فاتزن إذن السؤال بحيانة انتزان كما هو موضح بالشكل حسنا مش تروح تكون أنت من الناس اللي بتحفر حفظ وفوراً تروح تجوف للجواب نصف إنه هذا السؤال من أسلط الكتاب اللي موجود في أسلط الوحدة تروح تحط للجواب نصف طبعاً هتوق الصفر على السريع السؤال غلط الجواب غلط إنه يطلع نصف هذا السؤال صح من أسلط الكتاب ومن أفكار الكتاب ومن أسلط الوحدة في الكتاب لكن تم التعديل عليه شو اللي عدلنا إنه إحنا كان هاي نقطة الاتزان نقطة الارتكاز عند التدريج 25 فأنا عملت لها شف لليمين صارت عند 30 طب كيف حل السؤال شوف السؤال هو كفكرة هي عبارة عن فكرة مركز الكتلة مع التزان المصطرة هاي لها قوة وزن قوة وزن المصطرة ترتكز وين ترتكز في منتصفه لأنه هو عبارة عن جسم منتظم فأنا عندي FG هون والFG هون عبارة عن كتلة المصطرة ضرب 10 اللي هو MG وهاي معطينا نصف كيلوغرام يعني 5 نيوتن تمام؟ تمام طب شو كل اللي عليك تعملوا بما أن النظام هذا في حال التزان إذن عزم هذه القوة بديكون يساوي عزم هذه القوة وبناء عليك تقدر تطلع كتلة المصطرة فبديقولي تاو 1 يساوي تاو 2 طيب F في R هاي خمسة ضرب المسافة 30 سانتي والله هاي 30 في عشرة قوة سالب 2 ويساوي ساين 90 طبعا العزم الثاني اللي هو 10M هاي 10M ضرب المسافة من 50 إلى 30 فيها 20 اللي هي R في عشرة قوة سالب 2 في ساين 90 سالب 2 مع السالب 2 بتروح الصفر هاي مع الصفر هاي بتروح 5 في ثلاثة قوة 15 يساوي 20M بقسم على 20 بتطلع مية 15 على كم على 20 لو ضربنا الـ 15 على 20 في 5 في 5 بقعطيني 75 على 100 وبطلع مية 75 بالمية كيلوغرام إذن الجواب جيم سؤال 11 فورا مباشرة يلا على سؤال 11 يدور إطار سيارة بسرعة زاوية مقدارها 8 راد بير ساكن نحكي عن السرعة زاوية ثم ضغط الساعق على المكابح فتبدأ سرعة الإطار تقل بتسارع زاوي تقل بتسارع زاوي مقداره 2 راد بير ساكن تربية إن الزمن الذي يحتاجه الإطار من لحظة الضغط على المكابح حتى يتوقف شو يساوي بالسكن طبعا طلع للجبات بالسكن يعني هو بده زمن طبعا فورا بروع على معادلات الحركة اللي هو أوميجا فاينل تساوي أوميجا ينيش زايد ألفا في تي هتقول لي مش مطلوب هتقول لك لا السادي مطلوب ليش مطلوب لأنه هاي المعادلة الأولى من معادلات الحركة السادي هي نفس قانون ألفا تساوي دلتا أوميجا على دلتا تي وهذا الحكي احنا نتبقين عليه أوميجا فاينل صفر ليش صفر لأنه بده الزمن الذي يحتاجه الإطار حتى يتوقف فكلمة يتوقف إذن صفر أوميجا ينيش المعاي ثمانية زايد ألفا تنين بس مش تنين بالظبط هي سالب اثنين ليش هاستاذ سالب اثنين سالب اثنين لأنه سرعته بتقل فالتسارع هو طباط وفالتكون سالب في الزمن تي بروحة طلع تي إنجل وطلع تي إذا بطلع تي بطلع معك أربع سكن هاي الجواب بعد عنا سؤال رموز طبعا زي ما احنا قلنا لكم الامتحان هاض بنفس نمط امتحان الوزارة روح سؤال رقم 12 سؤال رقم 12 عنا كرتين مهملتين الأبعاد كرة أولى كرة ثانية كتلة كل منها أمو متصلين بقضية فلزي مهمة للكتلة يعني القضية بعتبره أثرت قوة مقدارها F في أحد الكرتين كما في الشكل طالب مني التسارع الزاوي للنظام يعطى بالعلاقة طيب أنا بدأ فكر التسارع الزاوي لو أنت فكرت تساري في هذا القانون دلتا وميقعد دلتا فيه حتقول لي ما مش حس فيه نهائيا بس في عنا قانون ثاني اللي هو تاو تساوي I في ألفة حلو يعني أنا بدي I طب ممتاز والتاو معي أصلا أساسا هي FR في ساين تسعين والآ يعزم القصور الذاتي للجسم الأول زائد الجسم الثاني الجسم الأول MR سكوير أي MR سكوير زائد الجسم الثاني MR سكوير إذن هي عزم القصور الذاتي كلها بألفة بروح بطلع ألفة بدلالة مين بدلالة الرموز هو مطلوب مني إيجاد قيمة ألفة بدلالة الرموز طيب هون شو بصف عندي F في أر ساين تسعين تساوي 1 2 م أر سكوير في إيش في ألفة التربيع مع R بتوح بقسم إذن هي ألفة تساوي F على 2 MR إذن هي الجواب B F على 2 MR السؤال بعد سؤال رقم 13 يتحرك أنا عندي جسم هون في عنا جسم يتحرك حركة دورانية بسرعة زاوية مقدارها سالب 2 رد برسكند وبتسارع زاوي سالب 3 برسكند إن العبارة التي تصف حركة الجسم سرعة بتزداد اتجاه حركة أقارب الساعة أو بتقل بعكس أقارب الساعة بغدل نظر على الخيارات أنا باجي بتطلع قلنا إشارة السرعة الزاوية هي التي تحدد لاتجاه الدوران تدير بالك إذا كانت موجب فإن الجسم يتحرك عقصة قارب الساعة وإذا كانت سالب جسم يتحرك مع اتجاه حركة عقارب الساعة يجي للتسارع الزاوية عشان نعرف سرعة بتزداد أو بتقل إشارة التسارع الزاوية لحالها لا تكفي يجب مقارنتها مع اتجاه السرعة الزاوية طيب سالب ثلاث سالب سالب متشابهات متشابهات يعني يتسارى لو كانوا مختلفات فيتباطئ فأنا بقول لك ركز على الفكرة لأنه نفس السؤال ممكن يجيك في امتحان الوزارة بس يحط لك هاي موجب وهاي سالب أو يحط لك هاي سالب وهاي موجب فهون هاي سالب يعني معناتها مع أقارب الساعة وإذا كانت موجبة تعني بعكس اتجاه حركة أقارب الساعة هاي السرعة الزاوية أو حتى لإزاحة الزاوية والتسارع الزاوي التسارع الزاوي إذا كان مشابه للسرعة الزاوية أو للإزاحة الزاوية فبديكون موجب وإذا كان مخالف بديكون بديكون تسارع وإذا كان مخالف فأكيد يتباطئ فإذن هون بما أنه متشابه معاكس سرعة تتزداد باتجاه حركة أقارب الساعة إذن هاي الجواب عندنا أليف هذا إضافي إضافي يعني هون إحنا بس هي الفكرة في الإضافة أنه أنا ما أزيد إش عدد الأسئلة عن خمسين سؤال يعني هما سؤال سؤالين بيكونوا في كل مقترح عنا استوانتين إحداهما مصمطة والأخرى مجوفة استواني مصمطة والأخرى مجوفة تدوران حول محور عمودي على مستواها إذا علمت أن الاستواني المصمطة تدور بسرعة أوميجا هاي المصمطة تدور بسرعة أوميجا والمجوفة تتحرك بسرعة 2 أوميجا إن النسبة شو طالب مني النسبة بين الطاقة الحركية الدورانية للمسمطة على الطاقة الحركية الدورانية لمين؟ للمجوفة حلو؟ حلو الكلام طب ما هو القانون نص i أوميجا تربيع هاي قانون الطاقة الحركية الدورانية على نص i أوميجا تربيع لكن لمين؟ للمجوفة هس هاي النص مع النص بتروح أكيل باجب الآن بعود قيم i وقيم أوميجا لمين؟ للمسمطة والمجوفة قيمة i للمصمت هاي المصمت نصف mr تربيع بروح بعوض مكان i نصف mr سكوير وتدور بسرعة وميجا إذن هاي وميجا تربيع على عزم القصور الذاتي للمجوّف mr سكوير لحال هاي mr سكوير وسرعتها 2 وميجا لكل تربيع يعني 4 وميجا تربيع الآن باختصر شو بعمل السا بدي أختصر اوميجا مع اوميجا بتروح mr سكوير مع mr سكوير بتروح نصف على ربع بطلع عندي 1 على 8 إذن الجواب أنه هون ذاتي إذن هاي الجواب ذاتي وهي سؤال الإضافي روح على سؤال رقم 14 بس هذا أنا حاس أنه إيش ما له علق طيب نعمل هيك روح على سؤال رقم إيش سؤال رقم 14 سؤال رقم 14 شو بيحكي لنا في سؤال رقم 14 عند ارتفاع درجة حرارة الموصل الأوميج تزداد المقاومة للموصل والسبب يعود إليها زيادة الطاقة الحركية للإليكترونات الحرة نقصان طبعا سؤال من بين الأسطور في الكتابة نقصان معدل التصادمات بين الإليكترونات الحرة زيادة سعة هتزاز الزرارة للموصل بالتأكيد زيادة هتزاز على الذرات أو ذرات الموصل إذن هاي الجواب جيب إضافة عندنا موصل الأومي طوله L مساحة مقطعه A تكون النسبة بين مقاومته ومقاومية مادته R على رو معطنيها 4 إلى 1 متى عندما يكون طول الموصل شو تساوي A 2A 4A A على 2 طيب وكي بكل بساطة برو على النسبة اللي هو عطني إياها R على رو تساوي 4 إلى 1 وإحنا عارفين R أصلاً قانون المقاومية المقاومة رو L على A وكل ياتع على المقاومية ورو مع رو بتروح وهذا الحكي صفي عندي L على A وL على A شو نسبتها 4 إلى 1 ضرب تبادلي إذن بعطيني L تساوي 4 A إذن الجواب 20 15 يوضح الشكل عندنا العلاقة بين التيار المارثي موصل في لزي وفرق الجهد بين الطرفين ومعطيني علاقة التيار مع الجهد وإحنا أخذنا هاي الرسمي ومتبدين إحنا شو نقدر نطلع ما بين علاقة A و B نقدر نطلع المقاومة يعني طلعوا يعني أنا قبل ما بلش حل السؤال بقول له R تساوي بي على A ما إحنا عارفين هذا القانون علاقة A في B A في B بطلة خمسة عثمين إذن هاي اثنين ومص أوم ها قبل ما بلش هاي هذا لستفدت من الرسمي إذا علمت أن مقاومية مادته واحد ربع في عشرة قوية سالة بثمانية ومعطينا مساحة المقطع واحد ملي متر تربيع فإن طول الموصل الفرزي بده L بوحدة مين بوحدة متر بسيطة طب ما إحنا برضو منعرف أنه قانون المقاومة رو L على إيش رو L على إيه فهاي المقاومة أو أنا بدي طول الموصل فبروح بقول له والله L يساوي R في A على رو ضرب تبادلي فروح بعور R اثنين ونص المساحة معضيني إياها واحد منلي متر تربيع يعني واحد في عشرة قوية سالة بستة على المقاومية اللي هو واحد وربع ضرب عشرة قوية سالة بثمانية طيب إذن هاي L اثنين ونص على واحد وربع فيها اثنين ضرب السالة بستة سالة بثمانية سالة بثمانية بطلع لفوق إذا هاي مية يعني بطلع معي متين طلعوا الجواب محلا طلعوا السؤال محلا شوفوا اللي بعده اللي بعده سؤال ممتاز سؤال ممتاز بس أنا مستغرب الألوان وان راحت طيب لو عملنا إحنا هاي طيب وبعدين رجعنا شو بصير ولاش وان صاري شي خلينا علون الأخبر بسيطة mö مشكلة عند مقاومتان متماثلتان عند وصلهما على التوازي مقاومتين متماثلتين عند وصلهما على التوازي تكون المقاومت المكافئة لهما ستة أخ ت graduate سلام انا بقدر اطلع الجواب على السريع وبقدر اقول لكم من جواب 24 هتقول السادة كيف؟ انا اقوله كيف اللي تعود على قوانين توصيل المقاومات احنا عارفين عارفين انه في توصيل المقاومات لما تكونوا المقاومتين متماثلتين في التوازي دائما المكافئ لهم بطلع النص طب طلع المكافئة 6 معنا تقدش الاصلية؟ 12 اذا المقاومة الاصلية 12 بحيث لو رحت انت قلتي 1 على 12 زائد 1 على 12 وهيطلع معك 2 على 12 ويقلب لانه هاي 1 على R تساوي فبدك تقلب فاذا R يساوي 12 على 2 بطلع معك 6 اوم طلع شو طلع معي؟ 6 اوم على السريع فلذلك الجواب 12 اي جواب؟ جواب قيمة المقاومة مش الجواب النهائي هسا دول المقاومتين 12-12 اذا وصلناهم على التوالي ما هو في التوالي المقاومة المكافئة جميع بطلع المقاومة المكافئة اللي لهم شو يساوي 24 وعلى سؤال 17 سؤال 17 سؤال 17 بحكينا عندنا دارة كهربائية بسيطة تتكون من بطاريتين ومقاومتين كمان في الشكل انا عندي هون بطارية 8 فولت 12 فولت مقاومة 1 8 بالاعتماد على البيانات المثبتة على الشكل علما ان كلتا المقاومتين الداخليتين يعني في عندنا مقاومات داخلية انت بيهدير بالك نصف اوم يعني في مقاومة داخلية هون مقدارة نصف اوم وفي مقاومة داخلية هون نصف اوم بس انا حبيت عاجقة فان قدرة المقاومة 8 اوم واحنا متبدين في اي سؤال دارة كهربائية بسيطة اول ايش بتفكر انك تطلعه التيار الكهربائي سيجما ابسلون على سيجما ار طيب سيجما ابسلون تيجي بتطلع هاي اتجاه الاعلى وهاي اتجاه الاعلى بطاريتين عكس بعض هدول شو مالهم عكس بعض تطرح ناش ناقص ثمانية اربعة على مجموع المقاومة ثمانية واحد تسعة واحد عشرة اذا هاي اربعة بالعشرة هذا التيار امبير الان بتفكر بشو طالب من السؤال شو طالب من السؤال قاع به اللي قدرة المقاومة ثمانية اوم طيب ما احنا عارفين انه قدرة المقاومة تعطى بالعلاقة اي تربيع في ار يعني رح تقولي اربعة بالعشرة تربيع ضرب مين ضرب المقاومة ثمانية طيب ستة عش بالمية يعني هاي ستة عش بالمية ضرب كم ضرب ثمانية بتطلع مع الجواب مية ثمانية وعشرين يعني واحد بوين ثمانية وعشرين اللي بعده طمانطاش سيارة كهربائية تخزن بطاريتها طاقة كهربائية مقدارها كم اربعة عشرين كيلو وات هاي معطين طاقة وصلت بشاحن يزودها بتيار كهربائي او بزودنا بتيار كهربائي بزودها مقداره او عند فرق جود متين فولت هاي فيه اذا علمت انا عملية شحن السيارة بشكل كامل استغرقت مدة زمنية مقدارها سبع ونص هو هاي الزمن دلتتي فان مقدار التيار الكهربائي الذي يشحن السيارة بوحدة امبير شو بده؟ بده التيار ممتاز انا بعرف انه قانون الطاقة اصلا اساسا ايه تساوي القدرة في الزمن؟ بيه في دلتتي صح؟ صح الطاقة معاي 24 كيلو وات في ساعة هاي كيلو وات في ساعة القدرة مش معي بروه بطلع الزمن كان معي سبعة ونص اوار هاي سبعة ونص اوار الساعة مع الساعة بتروها فبطلع معي القدرة يساوي 24 على سبعة ونص بوحدة الكيلو وات استاذة انت خليها زي معي ما بدي استخدم الالي حسب طيب واحنا بنفس الوقت بنعرف ان القدرة توطى بالعلاقة اي في في يعني الاربع وعشرين على السبعة ونص يساوي التيار اللي مطلوب مني ضرب كم؟ ضرب ميتين فبروح بطلع ايش؟ طبعا 24 كيلو وات كيلو وات يعني كيلو هاي كيلو وات كيلو وات يعني ضرب عشر القوية ثلاثة بروح بتقسم اذا اي شو تطلع عندي؟ اي شو تطلع عندي؟ اربع وعشرين كيلو وات يعني في ال على سبعة ونص ضرب ميتين صفر 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 بتروح طيب شو بطل عندي؟ اربع وعشرين يعني متين واربعين على كم؟ سبعة ونص في اتنين على خمستاش طيب الميتين واربعين على خمستاش سبعة وانتقول لي كيف؟ استخدم الالحة سبعة يلا لبعده سؤال تساطاش في الشكل المجاور في الشكل المجاور عندنا جزء من دارة كهربائية مركبة اذا علمت ان بي اي ناقص بي سي تساوي اثنين بولت وفي بي ناقص بي اي يساوي ستتاشر بولت فان مقدار كل من اي او ار تساوي طبعا السؤال الجزء من دارة كهربائية يعني احنا نحن نحكي عن كيرشف وسؤال كيرشف دائما احنا باول خطوة تبع مسار التيار انا ما في عندي غير تيار واحد في الدارة فأمورنا سهلة ثاني خطوي كنا نحكيكم دائما اطرلوا على المعطيات بدي استفيد من المعطيات في ايجاد مجهول طيب شو المعطيات اللي موجودة لدي بي اي ناقص في سي واي embr resser من الى سي هنا هو اي شي واحد مológواه بالتيار فعروا فيقول له بي اي ناقص بي سي بمشي من اي إلى وين؟ من الى سي لما أجي امشي من الى سي انه عكس تيار يعد سالب اتين اي اللي هو التيار في المقاومه زائد ثمانية فهذا الحكي جوابه معروف يساوي 2 إنجل إنجل فبطلع معي 2 I يساوي 6 يعني I هي I يساوي 3 أمبير خلصنا فبطلع الجواب 3 أمبير 3 أمبير يعني لا جيم ولا با صف عندي أنا المقاومة طيب وكي الآن كمان معطني VB ناغز VA بمشي من B إلى A كيف بمشي من B إلى A لما أجي أمشي من B إلى A من B إلى A بجي التيار خلص صار معي 3R هذه 3R وموجب لأنه بنفس اتجاه التيار في المقاومة زائل 3 في 2 6 3 في 2 هي المقاومة ناقص 8 وهذا جوابه معروف يساوي 16 بروح أطلع R ننقل الثماني إلى الطرف الثاني أو سالب 2 يعني 6 ناقص 8 سالب 2 نقل الثاني إلى الطرف الثاني تساوي 18 3R يساوي 18 وبنان عليه R شو يساوي 6 أمبير R يساوي 6 أمبير هل جواب إيش؟ الجواب ألف رحولي على سؤال الرقم 20 سؤال رقم 20 بصراحة مميز مميز جداً سؤال رقم 20 يبين الشكل المجاور موصلين مستقيمين طويلين متوازيين يحملان تيارين كهربائيين أحدهما متليل آخر وباتجاههم متعاكسين طلعوا الشكل أنا عندي سلك أول سلك ثاني هنا التيار آي وهنا التيار اثنين آي حيلو الكلام النقطة طلع شو بده؟ النقطة التي يكون عندها مقدار المجال المغنطيس المحصل والناشئ عن الموصلين هو الأقل من بين هذه النقاط يش بده؟ بالأقل طيب تعرفوا عشان نحل هيك السؤال؟ أنا شو لازم أعمله؟ الآن بسير أقارن كيف بسير أقارن؟ بسير أقارن بدلالة الرموز بسير أقارن بدلالة الرموز أي هذه النقاط يكون عندها المجال هو الأقل هو الأقل طيب تعالوا نشوفني يو تعالوا نشوفني هاي السلك الأول؟ يسر فيه تيار I هاي السلك الثاني يسر فيه تيار 2I أنا عندنا هون النقطة D والتي تبعد مسافة R وعندنا هون نقطة هون عندنا نقطة هون عندنا نقطة A كمان تبعد مسافة R هون المسافات R, R, R النقاط هاي شو هي النقاط؟ اللي هو عندنا نقاط C و B هاي النقطة C و هاي النقطة B تمام؟ تمام، أوكي المسافة بين كل نقطة و نقطة طبعا R و هاي النقاط A, B, C, D هو شو بده السؤال؟ هو بده مني السؤال عند أي النقاط؟ عند أي النقاط؟ يكون المجال المغناطيس المحصل هو الأقل؟ وإيش؟ هو الأقل؟ طب، أنا كي بده أعرف من هو الأقل؟ أول شيء دفعش تطلع كل نقطة من هذه النقاط جميحة تأثرا عن عندي بمجالين مجال السلك الأول و مجال السلك الثاني طبعا السؤال يحتاج لفيهم و معرفة و السؤال تعامل بدلال تضموز كمان باجي بطلع على النقطة A النقطة A تتأثر بمجالين هاي سلك الأول اتجاه التيار الأعلى هيتأثر بمجال الداخل و من السلك الثاني برضو للداخل يعني هذول هيتأثروا بمجالين بنفس الاتجاه باجي بطلع عن النقطة D للخارج من السلك الثاني للخارج برضو هيتأثر بمجالين بنفس الاتجاه يعني المحصلة جميع يعني هون المحصلة هتكون جميع هون المحصل هتكون جميع باجي بطلع عند النقطة B و عند النقطة C عند النقطة B و عند النقطة C النقطة C تتأثر بمجال من 2I للداخل و من I للخارج يعني المحصلة شو رح تكون؟ طرح طب النقطة B من I للخارج و من 2I للداخل برضو المحصلة طرح فأنا تلقائيا أنا بالنسبة لأيلي يعني ممكن نستثني أنا وياكم A و D وأجرب ما بين B و C السؤال بدي أخذ وقت شوي بدي أخذ شوية وقت فببلي شون أنا وياكم سؤال سؤال أو نقطة نقطة يعني إذا أنت تحسب المجال المحصل عند النقاط جميحة أوكي عشان تكون دق 100% لكن أنا بفضل أنك تجرب C و B بالعادي لأنهما بالغالب هما راح تطلعوا الإجابات لأنه المحصل مش راح تكون طريحي بروح بتطلع المجال المغناطيسي عند النقطة B هو عبارة عن مجال أول ناقص مجال الثاني الكبير ناقص الصغير بتأثر بمجال من السلك الأول M U ما هو قانون السلك M U في I على 2 باي R صح؟ صح لأنه تبعد مسافة R ناقص 2 I في M U طبعا M U في 2 I اللي هو التيار مقدره 2 I على المسافة 2 باي لكن المسافة 2 R وهي 2 R و 2 مع 2 بتروح طب اطلع مايه برضو M U في I على إيش؟ على 2 باي R طيب هاي راحة هاي إنساها طلع إذا المجال المحصل عند النقطة B هيطلع ماي M U في I على 2 باي R من السلك الأول ناقص 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 M U في I على 2 باي R من السلك الثاني وحيطلع المحصل 0 فطورا الجواب هو B طلعوا السريع الجواب B طب لو جربت إنسي جرب إنسي حتقول لي إنسي برضو بتأثر بمجالين هاي راح يطلع صفر؟ أنا بقول لك إن عندي لا لا لأنه في نقطة إنسي دام المجال بين سلكين مستقيمين دائما تقى بينهما وأقصب للفيال الأقل فسي مستحيل تطلع صفر ولا D ولا إيه مستحيل فالجواب فورا الأقل هو B طب لو جربت إنسي حتقول لي M U في 2 I هاي 2 I اللي هو من السلك R على 2 باي والمسافي R يعني هيطلع معك M U في I خليها ناقص السلك الثاني تابعون عنه مسافة 2R بتقول لي M U في I على 2 باي R مستحيل تطلع صفر من سيبار هدول 2 M U I على 2 باي R 2 باي المسافة 2R ضرب 2 يعني بتنضرب هاي في 2 هاي في 2 عشان يطلعوا المقامات موحدة هيطلع معي 4 M U في I على 4 باي R ناقص M U في I 2 I على 4 باي R يعني بتطلع معي المجال المحصل عند النقطة C شو يساوي 4 M U I يعني بتطلع معي 3 M U في I على 4 باي R مش هيطلع صدر الجواب خلص فورا 0 طب لو عاكس السؤال وقل لي الأكبر الأكبر أنا وجهة نظر حتكون وين في الخارج جادية إيه باي شوف من الأكبر وأنا بتحليل الموضوع عند النقطة D لأنه التيار هون 2I في مجالها هيكون أكبر هاي صح أصغر ومسافة أكبر طبعا النقطة إيه يعني نفسي شي هيتأثر في مجالين 2I وI لكن هاي شوين مع المعلمات 2I بتكون بعيدة فلذلك يعني لو كان الأكبر بيكون النقطة D بيكون أنا عندي النقطة D فلذلك هون الجواب شو بيكون الجواب بيكون عندنا النقطة إيش النقطة D سؤال من الأفكار الجميلة طبعا هون إذا أنت ما عرفت بتطلع المجال المحصل عند كل نقطة بعدها بتقارن بعدين بتقارن سؤال من الأسئلة اللي نوعا ما تحتاج إلى فكر تحتاج إلى فهم ومعرفة سؤال نوعا ما طوي سؤال 21 في سؤال 21 يستخدم من طياف الكتلة لتحديد مكونات عينة مجهولة نحكي عن من طياف الكتلة قذف جسيمان لهما نفس الشحن A و B إلى داخل حجة المحراف التي تحتوي على مجال منوضي سري بحيث سرعة الجسم A صرحة الجسم A مثلي سرعة الجسم B يعني B A قاعد بيقول 1 أو 2 B إذا كان نصف قطر الجسيم A يا سلام R A تساوي أربعة أضعاف نصف قطر الجسم B فإنه نسبة الشحن النوعية للجسمين محذوف لطلاب الصناعي مش مطلب نسبة الشحن النوعية للجسمين نسبة الشحن النوعية يعني أريده Q على M للجسم A على Q على M للجسم B طبعا لاحظوا مين على مين أنه ما حدد لي بس طلع للإجابات إبعاد عن بعض إبعاد عن بعض طيب أوكي شو بدأ روح أقوله أنا أن شحن النوعية ما هو قانونها معروف V على B R على V على B R لمين هذا للجسم B وهذا للجسم A طيب ممتاز هو نفس المجال فالمجالات بتوح بما أنه نفس المجال سرعة A بعوض مكانها 2 V B على نصف قطر A بعوض مكانها R 4 R B وكل يتعلى V B على R B خلاص R B مع R B وهي مع حي بتروح صدق عندي 1 إلى 2 إذن هاي النسبة 1 إلى 2 هاي الجواب سؤال نسب الدلالة رموز متعود عليها بمتحان الوزارة سؤال 22 إحدى الخيارات التالية تعتمد في مبدأ عملها على العزم الذي يؤثر به المجال المغناطيس المنتظم في ملك قابل للدوران عند مرور تيار كهربائي فيه العزم المؤثر طبعا هذا سؤال من تطبيقات تكنولوجية في المجال المغناطيس تطبيقات تكنولوجية طبعا الجواب أنه هنا القلبانو ميتر القلبانو ميتر سؤال بعد 23 يتحرك جسيم شحنة 5 في 10 قوة سالة 6 كولومب داخل مجال المغناطيس منتظم بسرعة A بسرعة V وباتجاه يصنع زاوية 53 درجة مع محور X إذا علمت أن القوة المغناطيسية المؤثرة في الجسيم 4 18 قوة سالة 4 يعني شو معطيني معطيني القوة المغناطيسية فإن مقدار سرعة الجسم بوحدة � واتجاه القوة المغناطية يعني سرعة واتجاه القوة المغناطية المؤثرة في الجسيم على التربية طيب هو شو بده مني بده مني السرعة هو معطينا القوة المغناطية هسا كلنا مني يعرف قوة المغناطية اللي هو FB تساوي QVB ساين الزاوي ثيتا القوة المغناطسية معطيني إياها أريد السرعة والشحن معي والمجال المغناطسي معي لكن أنا مش حافظ الألقام فبروح عندنا حبايب القوة المغناطسية 4.8 في 10 قوة سالب 4 هاي 4.8 4.8 في 10 قوة سالب 4 يساوي الشحن معطيني هاي الشحن الشحن معطيني إياها 5 في 10 قوة سالب ب6 هاي 5 ضرب 10 قوة سالب 6 السرعة مجهولة المجال المغناطسي معطيني المجال المغناطسي بالسؤال طلع السؤال مش هتلاقي مجال لكن السابي حريبي طلع هون شو بيهندي عادي هاضي حكوين تعودين على الوزارة إنه يجيب لك على الرسم ثلاثة في 10 قوة سالب 4 هي ثلاثة في 10 قوة سالب 4 في ساين في 53 لأنه في زاوية 53 الآن ما بلش أحسب شو ببلش؟ ببلش أحسب 4.8 ضرب 10 قوة سالب 4 خليها زي ما هي خمسة في ثلاثة في خمسة ضرب 10 قوة سالب 10 أو ليش؟ هاي ما هي بتروح سالب 6 خليها سالب 6 في 8 بالعشرة في V الآن شو نعمل؟ الـ 4.8 ضرب 10 قوة سالب 4 بدك تقسمها على هذول 15 في 820 يعني 12 ضرب 10 قوة سالب 6 V إذن V يساوي 4.8 على 12 في 10 قوة 2 الـ 4.8 السالب على 12 4.8 على 12 48 على 12 كان فيها فيها 4 يعني 4 بالعشرة ضرب إيش؟ ضرب 10 قوة 2 مثل اكل ثانية طب كبر زغر يعني V تساوي 4 في 10 يعني 40 مثل اكل ثانية أنا حاسي من خيار هذا مش موجود صح؟ طيب بدو شوي التعديل ما ليش؟ آآ بدو شوي التعديل السؤال 40 بس هيك أعملوا 40 20 20 إذن السرعة كم؟ السرعة لتكون 40 40 صدفة بدي كمان اتجاه القوة المغنصية اتجاه القوة المغنصية ده قوله والله هاي الإبهام هاي الأصابح هيكون نحو الداخل نحو الداخل يعني بيكون بعيدا عن الناظر إذن جواب عندي بيكون إيش؟ بيكون ألف يعني هاي سؤال 23 برضو بخطاء مطبعي طبعا اللي هو 4 في 10 قوة 5 طيب اللي بعده سؤال 24 سؤال 24 سؤال ما عندنا والله هذا الامتحان تدقج يعني دققته أختم المرة أو مرة واحدة وانا دققت الامتحان ما حق يعني طلعا في خطأ معلش 24 عندنا موس المستقيم يسري فيه تيار كهربائي وضعه في منطقة مجال مغناطيسي طلعوا على السؤال أنا عندي موس المستقيم يسري فيه تيار موضوع في منطقة مجال المجال المغناطيسي معطيني 13 قوة فكان مقدار المجال المغناطيس المحصل احنا احنا شرح كثير لما يكون معطينا المجال المغناطيس المحصل عنده نقطة معدت السؤال سؤال عكسي هاي معطينا المحصل باتجاه عمودي على الصفحة نحو الخارجي يعني باتجاه زد موجب صح فإن مقدار التيار الكهربائي المار في الموصل بواحدة أمبير تساوي ومعطينا ثابت النفاذية بده مقدار التيار طب بما أنه السؤال سؤال عكسي فإحنا اتفقنا دايما في الأسئلة العكسية دايما شو بعمل بقوله سيجما بي وباجي بتطلع عنده النقطة ايه بكم مجال بتأثر في عندي مجال خارج بيكسرنا على السريع زائد مجال السلك زائد مين مجال السلك طيب المجال المحصل هو معطينا إياه قيمة 12 ضرب 10 قوة سالب 6 وباتجاه زد موجب يعني خليه موجب المجال الخارجي ثلاثة في عشر قوة سالب 6 هي ثلاثة في عشر قوة سالب 6 لكن باتجاه الداخل اللي هو باتجاه زد ما يصف لك تخط سالب زائد مجال مين مجال السلك انتبه انتبه تفتراع الاتجاهات تأخذ الاتجاهات بعين الاعتبار فإذا نقلت هاي للطرف الثاني فبطلع معك مجال السلك المجال المغناطيسي الناشع السلك 12 وثلاث بطلع معك 15 ضرب 10 قوة سالب 6 فسلاح طيب هل هو بده قيمة المجال؟ لا هو بده التيار طيب بما انه صار عندي قيمة المجال المغناطيسي الناشع عن السلك فنستطيع حساب انا وياكم اتجاه قيمة التيار خلينا بنفس الصفحة ما احنا قانون مجال السلك احنا عارفين انه هو عبارة عن ميو في اي على 2 باي ار واللي حافظ طبعا ميو في اي على 2 باي ار ميو معطيني ايها 4 باي طيب مجال السلك شو طول معي؟ 15 ضرب 10 قوة سالب 6 ويساوي ثابت النفاذية ثابت النفاذية 2 في 10 قوة سالب 7 طبعا اختصرت فاولا على 2 باي ضرب التيار مجهول صفه عند المسافة R والمسافة R 8 سانتراي 8 ضرب 10 قوة سالب 2 خلاص شو بصف عندك؟ صف عندك تحسب تحسب التيار الكهربائي شو بدك تحسب في التيار؟ 2 مع 8 فيها 4 4 في 15 فيها 60 ضرب الباقي أسس سالب 5 سالب 5 طلي سالب 1 يعني نطلب معي 6 أمبير اللي هو باقي إيش؟ الباقي عبارة عن حسابات إذن هذه 6 أمبير هذه 6 أمبير سؤال 25 سؤال 25 اللي هو آخر سؤال على الفصل الدراسي الأول على المجال المغناطيسي في الشكل المجاور أنا عندي سلكان مستقيمان لنهائيات طول تفصلهما مسافة R أنا عندي سلكين السلك الأول فيه تيار I1 اتجاهه نحو الأعلى السلك الثاني فيه تيار I2 لكن مش مبين أنا عندي اتجاهه والمسافة الفاصلة بينهما إيش؟ يقولي إذا علمت أن المجال المغناطيسي الناشئ عن السلك الثاني المجال المغناطيسي الناشئ عن السلك الثاني يؤثر في السلك الأول باتجاه عمودي على الصفحة نحوه الداخل هاي المجال المغناطيسي نحو الداخل اللي هو عبارة عن B2 اللي هو المجال الناشئ عن السلك الثاني يعني هذا المجال بيأثر على السلك الأول بسألني فإن اتجاه التيار الكهربائي I2 ونوع القوة الكهربائية المتبادلة بين السلكين على الترتيب بما أن المجال هذا تبع الى الداخل .. فى آي تو الأول البالي هؤلاء اяли ستكون نحو الأعلى ونوع قوة متبادلة بينهما قوة متبادلة بينهما تكون تجادب هواي موجب تجاذب او اذا انت نسيت شو بتقدر دولي بما انه هذا السيليك اتجاهه التايالة الاعلى يتأثر بمجلة داخل ما عدت روح يتأثر بقوة له وين F21 اللي هو بهذا الاتجاه فالذلك تفهم مباشرة ان القوة بناتم قوة ايش قوة تجاذب يعني هاي الفصل الدراسي الاول اللي هو بوقت دايما الوقت الاطول في اجابة السيلتو يعني احنا تقريبا انتهينا من الفصل الاول الروح نكمل انا وياكم بالفصل الدراسي الثاني حبايب القلب طلابي وطلباتي استكمالا لي الامتحان المقترح للفصل الدراسي الثاني نقول بسم الله ونبلش انا وياكم بسؤال 26 في سؤال 26 سؤال 26 طبعا زي ما انتم عارفين قبل ما نبلش فيه خلينا نحكي وننوع لمضاهرة الثانية زي ما انتم عارفين يعني الفصل الدراسي الثاني بالعادي هو السيلتو اسهل للفصل الدراسي الاول فلو انت كطالب حبيت بالامتحان تبلش بالفصل الدراسي الثاني بعدين ترجع للاول بصير وطبعا هنه 25 دائرة فصل اول 25 دائرة فصل الثاني وباخده نفس الوقت او الفصل الثاني بيكون وقته اسهل وبيكون الوقت اقل في اجاباته في اجاباته بيكون دائما الوقت اسهل سؤال 26 سؤال 26 عندنا حلقة دائرية مساحتها ايه موضوعه في مجال مغناطيسي منتظم نقدروا به كما هو موضح في الشكل اذا دورت الحلقة طلعوا الشكل هاي متجه المساحة الزاوية ما طنيها 60 الزاوية ما بين متجه المساحة وخطوط المجال اذا دورت الحلقة ليصبح مستواها عمودي على خطوط المجال المغناطيسي طبعا اصبحت الزاوية ثانتة شو يساوي؟ يساوي صفر فان التغير في التدفق المغناطيسي الذي يخترق الحلقة هو طالب من التغير في التدفق بدلالة الرموز طبعا اما نحكي انا اياكم عن التغير في التدفق فهو عبارة عن فاي 2 ناقص فاي 1 طب فاي 2 هو عبارة عن بي ايه في كوساين النهاية طبعا الصفر ناقص بي ايه قيمة المجال ما تغيرت ولا المساحة تغيرت في كوساين الابتدائي له 60 درجة فاي دلتة فاي يساوي بي اي كوساين 60 هاي بي اي ناقص بي اي كوساين 60 نص فنص بي اي بي اي ناقص نص بي اي إذا ما أعطينا الجواب نص بي اي يعني الجواب جي 27 سؤال 27 لدينا حلقة فلزية ما أعطينا مساحة مقطعها العرضي 10 سانتيمتر مربع دير بالك وانتبه على الصانتيمتر 10 سانتيمتر مربع يعني المساحة هي 10 في عشرة هو سالب أربعة متر تربيع دير بالك على التحويل موضوع في مجال المغناطيسي منتظم اتجاهه عمودي على مستواه يعني الزاوي الصفر خاصة إذا ازداد مقدار المجال المغناطيسي ازديادا منتظما من نص إلى اثنين ونص يعني صار في تغير في مقدار المجال خلال زمن شو مقداره؟ اثنين سكن طالب بني مقدار القوة الدافعة في الاربائي الحقيق المتولد في الحلقة بوحدة فولت شو يساوي شو بده مني؟ طب مش نحن بنعرف كلنا أنه القانون سالب ن دلتا فاي على دلتا فى قانون فرداي يعني أنا شو بده راح حسب دلتا فاي فبره محسب التغير في التدفق تغير في التدفق حسب بسبب تغير المجال فبقدر أقول له دلتا بي اي كوسرين تيتا طب تغير المجال اثنين ونص ناقص نص اثنين في المساحة معاي عشرة ضرب عشرة كو سالب أربعة في كوسرين الصفر اللي هو واحد يعني بطلع ما يعشرين في عشرة قوة سالب أربعة هاي عشرين في عشرة قوة سالب أربعة طيب بروح بعوضهور بروح بطلع القوة الدافعة أيسا هو سالب M سالب قداش الحلقة قداش عدد لفات الملف حلقة في الزي واحد يعني سالب واحد وهي ركزنا عليها أنا وياكم النقطة في الشرح حلقة يعني إيش يعني عدد اللفات واحد دلتا فاي تغير في التدفق لدينا عشرين ضرب عشرة قوة سالب أربعة على الزمن الزمن ما أطلني إيه 2 سكن عشرين يعثنين إذن عشرة في عشرة قوة سالب أربعة بولت سالب طبعا بكتروح تدور على السالب إذن هاي سالب إيش سالب ألف سؤال بعده ثمانية عشرين حلقة في الزي مستطيلة الشكل طبعا هذا سؤال ثابت من امتحان الوزارة وهو سؤال لينز حلقة في الزي مستطيلة الشكل تتحرك باتجاه إكس موجب بسرعة ثابتة فتدخل منطقة مجال المغناطيسي بي وتخرج منها كما في الشكل في أي مرحلة من مراحل حركة الحلقة بتولد تيار كهربائي حتي باتجاه حركة عقارب الساعة يعني أنت عشان تحلها هذا السؤال أنت بدك تعرف في أي حركة اللي هو أثناء الدخول أو أثناء الخروج أو أثناء حركتها داخل المجال تجيب تتطلع على اتجاه وتتطلع اتجاه التيار الحتي أثناء الدخول مجال أصلي زيادة معادة مجال حتي معاكس إبهامك باتجاه المجال الحتي حركة الأصابع تيار حتي هاي آي براين أثناء الدخول فيش تيار حتي إذن هاي إيش؟ عكسة قارب الساعة هو أثناء الخروج مجال أصلي مجال حتي بنفس الاتجاه نضع الإبهام باتجاه المجال الحتي فحركة الأصابع تشير الاتجاه التيار الكهربائي الحتي إذن هاي تيار الكهربائي الحتي مع قارب الساعة إذن لاحظ أنه يتولد التيار الكهربائي حتي أثناء الخروج من منطقة المجال أثناء خروج الحرقة من منطقة المجال المغناطيسي. دير بالك دائماً في لينز لن يتولد تيار كهربائي حتى إلا إذا حدث تغير في تدفق المغناطيسي سؤال 29 عندنا موس المستقيم خلص BLV طوراً أول ما تشوف موس المستقيم هو الدافع BLV. عندنا موس المستقيم معطينا طوله L 20 سنتيمتر مغمور في مجال المغناطيسي كما في الشكل. عند ساحب الموصل إلى الأعلى بسرعة ثابتة 3 بالعشرة على مجرى في لز باتجاه Y. موجب كما في الشكل يمر في المقاومة تيار كهربائي حتى هو معطين تيار حتى باتجاه الموضح في الشكل وهي تجاه التيار حتى. I يكون مقدار واتجاه المجال المغناطيسي بوحدة تسلة. بده مقدار المجال. طيب أول إشنا أنا معاي التيار والمقاومة بروح وطلع القوة الدافعة القوة الدافعة تساوي I R تيار حتى في المقاومة. التيار الحتي ماضيني إياه كم؟ 3 ضرب 10 قوة سالب 5. هاي سالب 5. ضرب المقاومة أربع بالعشرة. إذن بطلع معي القوة الدافعة الكهربائي الحتيية 1.2 تيار 10 قوة سالب 5 فولت. تمام؟ تمام. هاي مقدار إيش؟ مقدار القوة الدافعة الكهربائي الحتيية هو بده المجال. طبع هي القوة الدافعة بما أنه أنا بتعامل مع موصل مستقيم بـ LV. بروح بعور 1.2 تيار 10 قوة سالب 5 المجال مطلوب. قول الموصل معي 20 سانتي يعني 20 في 10 قوة سالب 2. والصورة معي 3 بالعشرة. أوكي؟ أوكي؟ طيب بروح بحسب الآن 1.2 في 10 قوة سالب 5. هاي بيت. 20 في 3 بالعشرة ضرب 6 في 10 قوة سالب 2. بقسم الـ 1.2 هاي بيت يساوي. الـ 1.2 على 6 في 2 بالعشرة ضرب 10 قوة سالب 3. طيب، كبد الظغر 2 في 10 قوة سالب 4. يعني الجواب 2 في 10 قوة سالب 4. يعني انسى دال وانسى اللي جي. طيب شو بده كمان؟ بده اتجاه المجالي المغناطيسي. اتجاه المجال المغناطيسي طبعا في عنا أكثر من طريقة لإيجاد اتجاه المجالي المغناطيسي. في عنا طريقتين. الطريقة الأولى هي الهولة الموصلة للمستقيم. الطريقة الثانية إنه نوجد أنا وإياكم المجال المغناطيس الحثي باتجاه أو باستخدام قانون لينز كيف يا أستاذي قانون لينز؟ أسريح هي تيار حثي باستخدم قاعدة قبلة في اليد يومنا هي تيار حثي هيك معناته المجال للداخل هذا لا يعني إنه المجال الأصل للداخل هذا المجال الحثي للداخل ببراين طيب لما إحنا نحرك الموصل للأعلى يصير في زيادة في مساحة الحرقة وبما أنه صار في زيادة في مساحة الحرقة معاكم المجال الأصلي بدي يكون معاكس يعني بدي يكون باتجاه زد موجب يعني هاي الجواب عندنا ألف روح على سؤال ثلاثين ملف لو لبي معامل الحث الذاتي له إل يمكن مضاعفة معامل الحث الذاتي له إلى مثلي ما كانت علي به مضاعفة قوله ومضاعفة المساحة ومضاعفة طوله ومضاعفة عدد لفاتهم في هاي الحالة بسحب حالك تروع القانون محاثة المحثة ميو انتر بيه في إيه على إيش؟ على إل بدك تبلش إذا ضاعفنا الطول وضاعفنا المساحة يعني اثنين باثنين بروحوا مع بعض بيضل المحاثة ثابتة معاكم الشيء مضاعفة طوله ومضاعفة عدد لفاتهم لما ضاعف عدد اللفات سي لتنسل اثنين تربيع وهي اثنين تربيع مع حيبة رحفة ومضاعفت عيندي اثنين إذا نجواب ايش؟ الجواب بار اللي بعده عندنا جهاز كهربائي معطينا مقاومته معطينا مقاومته 15 أوم وصلا مع مصدر فرق جهد متردد لاحظوه بلشنا في تيار الكهربائي المتردد وصلك عندنا جهاز كهربائي معطينا مقاومته 15 وصلنا مع مصدر فرق جهد متردد قيمته العظمى انتبه قيمته إيش؟ العظمى Vmax وتردد الفريكوانسي إن الإقتران الذي يعبر عن التيار المتردد التيار المتردد I التيار المتردد اللي هو عبارة عن Imax في ساين الأوميجا تين يعني أنا بدي يا أستاذي Imax مش تروح فوراً تقول لي والله القيم العظمى 360 تروح تطلع لأوميجا تروح تطلع لأوميجا تروح تقول لي والله هاي أوميجا تساوي 2π في الفريكوانسي وتقول لي 120π وتروح تدور تقول لي والله 120π هاي 120π وفي عندنا إيش؟ 300-120π ساينة 300π 60 إلى آخره أوكي 120π ماش الحال تروح مثلا آه فيش خيارات بس ممكن أنا حط لك خيار من الخيارات عاجة أقول لك I تساوي 300 في ساين المية وعشرين باي تي ممكن أحط لك إيش الخيار فمش روح تجاوبه لا هي هاي Vmax احنا نحكي عن معادلة التيار المتردد هاي المعادلة الصحيحة لكن هي معادلة فرق الجود المتردد يعني كنت حنون أنا شكي لما كانا كتبت هذا السؤال يعني مش حط لكم هذا الخيار لا لو هس بمزاج الآن يعني لا لازم أحطيك سؤال بصراحة لازم حط هذا الخيار عكل حال بتروح وتطلع Imax اللي هو Vmax على مين؟ على المقاومة ري عم بتقول لي 300 على كم؟ على 15 30 على 15 بطلع معي 20 أمجال معادلة التيار المتردد إذن 20 في ساين المئة وعشرين باي تي 20 في ساين المئة وعشرين باي تي إذن هاي الجواب إيش؟ الجواب الـ طيب 32 عندنا مولد كهربائي بزودنا بمصدر فرق جهد قيمة العظمى بي متصل بمقاومة إيش؟ R إذا وصل المولد مع مقاومة 2R طالعا شو طالب مني إن النسبة بين القدرة المستهلكة figures في المقاومة A إلى القدرة المستهلكة في المقاومة 2R شو يصن Ruiz يجيزون بدي القدرة شو بدي مني؟ نسبة القدرة المقاومة A على نسبة القدرة في المقاومة 2R طبا remained عارفين يا A تربية في A يا V تربية على R بس بما أنه ما عطينا لدي را بروح بقول لي V تربية على مين؟ على R كلها ياتب على V تربية على مين؟ على 2R بس بشغلة هاي لدي correct من سيكوير وهاي الV روت من سيكوير لأنني ما بزبط أستخدم في حساب القدرة وفي قوانين قدرة الV ماكس فهو شو معطيني؟ معطيني القيم العظمة طب V روت من سيكوير شو نساوي؟ طب احنا بنعرف أن الV روت من سيكوير هو عبارة عن V ماكس على جدل 2 أوكي يعني نفسها يعني ما بتفريك فيه صح؟ لأنني ما قلتك V روت من سيكوير تربيع يعني عندك قلية V ماكس اللي هي V وطنية V تربيع على كم؟ على 2 هاي مربعة جهزة كلها ياث على مين؟ على R وكلها على V تربيع على 2 برضو وكلها ياث على 2R يعني ما فرقت يعني هاي تساوي هاي بتروح لأن هذول 2 بروح مع هذول 2 شو بيظل عندي؟ R مع R بتروح بيظل عندي هنا في البسط كامل 1 على 1 على 2 بتطلب معين نسبة 2 إلى 1 هاي 2 إلى 1 اللي بعده سؤال 33 الطريقة الأنسب لزيادة الموصلية للمادة الشبه موصلة نحكي عن أشباه الموصلات الطريقة الأنسب لزيادة الموصلية للمادة الشبه موصلة شو الطريقة الأنسب لزيادة الموصلية؟ هل رفع درجة حرارة؟ نياز أمامي؟ نياز عكسي؟ ولا الإشابة؟ طبعاً بديكون الإشابة سؤال مباشر وسؤال بسيط 34 الرسم البياني المجاوري يوضح العلاقة بين التيار الماركي في نائب اللوري مسموع من مادة الجيرمانيوم إن إيش؟ إن الجيرمانيوم طبعاً هاي مهمة كلمة جيرمانيوم سيكون هذا مهم وفرق الجود بين الطرفين إن النقطة التي يكون فيها مسعد طلع النقطة التي يكون فيها مسعد الثنائي متصل بالقطب السالب طب ما هو في الثنائي المصعد السادي الموجب؟ لما يكون القطب الموجب متصل بالقطب السالب يعني إنحياز إيش؟ إنحياز عكسي طب النقطة اللي ما يكون في إحياز عكسي هي النقطة مين؟ هي النقطة دي لانه في هاي الرسم هي إنحياز عكسي وهاي إيش؟ وهاي إنحياز أمامي فلذلك بديكون أنا عندي محياز عكسي إذن النقطة مين؟ النقطة D قيمة فرق الجهد عند النقطة B اللي هو حاجز الجهد للجرماني اللي بديكون ثلاثة بالعشرة ما يحفظ فلذلك النقطة D ثلاثة بالعشرة وين دي ثلاثة بالعشرة إذن هاي الجواب إيش؟ الجواب G الشكل A تمثل دارة مقوم نصف موجه والشكل B يمثل شكل الموج الناتجه D out على المقاومة بإهمال فرق الجهد على مين؟ على الثنائي بإهمال فرق الجهد على الثنائي شكل الموج الداخلي بدي الرسم الأساسي اللي هون لكن هو شو معطيني؟ معطيني V out هو شو بديه؟ بديه V n مطلوب مني طيب أنا كيف بدأت جاوب هايك سؤال؟ شوفوا بما أنه هو معطيني V out إذن أمور سهلة في عندك خيارين الخيار الأول أن تجرب الخيارات الموجودة عندك وحدة وحدة الرسم الأولى الرسم الثاني الرسم الثالثة الرابعة وحدة وحدة وتشوف أني واحدة تطيك هاي إذا أنت كنت تفاهم طبعا الموضوع طبعا هون في هاي الحالة أنت رح تبلش من هون هاي سالب هاي موجب بما أنه رح تبلش من هون إذا أنك تشوف السالب أول واحدة طلعت معي صفر هاي طريقة ثانية أنا أشتغل صح بدون ما أنا قد طلع الخيارات طلعت صفر يعني انحياز عكسي وانحياز عكسي بدي يكون مش متشابهات بيكون موجب يعني بيكون هاي هي بعدين انحياز أمامي سمحت هايها تحت انحياز عكسي بتكون فوق موجب انحياز عكسي تكون تحت الآن بدور في عندي هاي الرسمة فوق تحت فوق تحت وفي عندي هاي الرسمة فوق تحت فوق تحت بس طلع هون 25 طلع هون 50 طب هاي شو الجواب 50 طبعا هون نفسي تردب بنفس القيمة العظمى فالجواب شو بيكون بيكون الجواب G سؤال 6 ثلاثة بلشنا بالكم بلént كم نووية بالعادي بالعادي حبايدي بالعادي 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 أثله تلكم والنووية أثله سريع جدا أثله ما بتحتاج إلى وقت كبير سؤال 36 سؤال 36 يقول لي من افتراضات النظريات الكهر مغناصية شو يعني النظرية الكهر مغناصية الأول ما بيعرف اللي ما بيعرف النظرية الكهر مغناصية المقصود فيها هي الفيزياء الكلاسيتية ما هو المقصود فيها؟ الفيزياء الكلاسيكية ما هو مطلوب مني؟ من افتراضات النظرية التهرمغناطسية التي ترتفع على النموذج الموجي للضوء في تفسيرها بعملية انبعاث الإلكترونات من سطح الفريز عند سقوط ضوء يعني نحكي لنا عن فرضيات الفيزياء الكلاسيكية بما يتعلق بالظاهر الجاربوي ألف يزداد عدد الإلكترونات المتحررة الثانية من سطح الفريز بزيادة تراضي الضوء والساقط عليه باي باي اللعنة تزداد الطاقة الحركية العظمى طبعا هو موضوع حفظ أو ممكن نشك ترفي ألف لأنها أصلا هي خطأ علميا يعني نحن هنا دائما في أسرة الفيزياء الكلاسيكي قولنا الإشي اللي غلط ممكن يقوله الجواب فلذلك الألف ممكن تزداد الطاقة الحركية العظمى للإلكترونات المنباعة في زيادة التردد طبعا هي الجملة صحيحة لكن صحيحة في الفيزياء الحديثي وليست في الفيزياء الكلاسيكي فإنسى موضوحها على الكامل هذه مستحيل تكون جواب جين لا تتحرر إلكترونات من سطح الفيز إذا قلت طاقة البوء الساقطة عن اكتران الشوكل برضو هاي معلومة صحيحة فلذلك إنسى موضوحها معلومة صحيحة بلكن وين صحيحة في الفيزياء الحديثي الفيزياء الكلاسيكي تحتاج الإلكترونات إلى وقت كاف لامتصاص الطاقة اللازمة من الأشياء الساقطة اللي تتحرر من سطحيح نعم هو الجواب ليش هو الجواب؟ لأنه أصلاً نظريات الفيزياء الحديثي شو كانت تحكيه؟ كانت تحكي أنه إلكتران يحتاج لوقت كافي ليش؟ لأنه عملية مدصاص الطاقة تكون على نحو متصل وليست على نحو منفصل فلذلك هو الجواب الصحيح أروح على سؤال سبعة وثلاثين الجدول المجاور يمثل قيم اقتران الشغل لبعض الفيزات معطينا الفيز ومعطينا اقتران الشغل بوحدة الإلكترون فولت بيقول لي إذا سقط على هذه الفيزات فوتون معطينا طاقة الفوتون خمسة إلكترون فولت فأي هذه الفيزات يتحرر منها إلكترون بطاقة حركية إيش؟ أكبر بطاقة حركية أكبر وما مقدارها بوحدة الإلكترون فولت وما مقدارها بوحدة إيش؟ طيب أول شيء اللي بتحرر منه طاقة حركية أكبر اللي بتكون أقل اقتران شغل لأنه أصلاً قانون الكائنة اليدنابي طاقة الحركية اللي بتتسبها أو قانون الإي هو عبارة عن فاي زائد كائنة كينيرجي فإحنا بدنا أكبر طاقة حركية أكبر طاقة حركية بيكون أقل اختران شغل لأنه لو تتحدث عن كائنة كينيرجي فهي إي ناقص فاي طب ما هي هي ثابتة فأكبر طاقة حركية تكون أقل اختران شغل فعندنا روح أدور على أقل اختران شغل اللي هو 2.14 إلى من العنصر إكس طيب وما مقدار هذه الطاقة الحركية بروح بسحب حالي بروح بطلع القانون الإي كانت كينيرجي اللي هو 5 ناقص 2.14 وما يلجواب 2.86% إذن جوابا عندي الصحيح وبعض 38 38 قاعد بيقول لي بالاعتماد على البيانات المثبتة على الشكل اللي بمثل العلاقة بين جهد الإيقاف وتردد الفوتونات الساقطة على مهبط الخليل كهر ضوئية عند إسقاط أشعة معطينا بقوله الموجي 600 نانو متر على مهبط الخلية مقدار الطاقة الحركية العظمى للإيكترونات المنبعثة بده الطاقة الحركية يطلع معطينا ثابت بلانك بس بالعادة ويمتيجي هاي؟ على رأس الصفحة ما بتيجي بنفس السؤال طيب أنا من هاي الرسمي مش أنا بأعرف أنه هاي النقطة هي تمثل تردد العتبة حتقول لي والله صح يعني بقدر أوجد من هاي الرسمي اقتران الشغل اقتران الشغل وثابت بلانك معي يعني أتش أف نوت طب أتش معاي 6.6 في عشرة قوة سالب 34 ضرب التردد اللي هو أربعة في عشرة قوة 14 هيرد بغدل نضاعهم جواب هو شو بده؟ معطينا طول الموجي وبده مني الكائنة كينيرجي بوحدة جول بسيطة مش أنا بأعرف أنه الكائنة كينيرجي هو عبارة عن إي ناقص فاي والإي بس تبدلها بأتش سي على لمدة لأنه ما معي الطاقة بس شو معي؟ هو الموجي ناقص اقتران الشغل اللي هي هاي جوابه معروف 6.6 خليها أتش أف نوت هاي أتش أف نوت بدلالة رموز عشان أسفل عارف ليش شو بده أعمل؟ بتداخد هاي عامل مشترك معلش؟ بتداخد الأتش عامل مشترك اللي هي 6.6 في عشر قوة سالب 34 شو بظل عندي؟ بظل عندي سي اللي هي 3 ضرب 10 قوة 8 أصلا ثابت على لمدة 600 نانو متر يعني 6 في عشر قوة سالب 7 اكتبها هي ناقص تردد العتبة معاي 4 ضرب 10 قوة كم؟ 14 هاي 10 قوة 14 طيب إذن هاي الكرانة تكن يرجو يساوي الآن ضل الحسابات 6.6 في عشر قوة سالب 34 طبعا أنت معك ألي حسب الامتحان تحرر رحي شي رحي رايحك 3 على 6 نص في عشر قوة 15 بدنا إياها نفس الأسس خليها 5 في عشر قوة 14 هي نص في عشر قوة 15 كبير زغر ناقص إيش 4 في عشر قوة 14 بظل عندي 1 يعني كيف تكن يرجو أطلع مع الجواب 6.6 ضرب بتخيل لا يعني بتخيل بيّنة الجواب بتخيل سالب 34 و14 إذن ضرب 10 قوة سالب 20 طبعا عندي سالب 19 يعني كبر ضغر أوكي خلاص في الجواب إذن هاي الجواب أنا عندي بتطلع معي ذا سؤال 39 سؤال 39 سؤال 39 إذا مرر ضوء الشمس خلال غاز عنصر معين فإن ذرات الغاز تمتص أطوالا موجية معينة فقط وعند تحليل الطيف النافذ لوحظه وجود خطوط معتمة منفصله على خلفية مضيئة هذا الطيف يسمى موضوع حفظ اسمه الامتصاص الخطي شو اسمه طيف الامتصاص الخطي طبعا فيه أن الطيف الامتعاث الخطي هو الطيف الصادر عن ذرات العناصر المثارة وبيكون العكس مش خطوط معتمة على خلفية مضيئة بيكون خطوط ملونة على خلفية سوداء الطيف المتصل اللي هو صادر من أشياء الشمس لمنحلل بواسطة منشور الطيف الكهرومغناط تصيره من مجموعة الإشعاعات اللي حسنا أساسا إحنا نعرفها أربعين إذا علمت أن الزخم الزاوي الإلكترون ذرت الهيدوجين في أحد المستويات 2H على إيش على باي الله اللي بتذكر أن الزخم الزاوي ما هي عبارة عن NH على 2 باي فأنا فورا بفهم أن الإلكترون وين في أي مدار في المدار الرابع بطلع N فإن الطاقة التي يمتلكها الإلكترون في مداره طاقة المدار الرابع سالب 85% خلاص إنتهينا إذا مش حافظ إذا مش حافظ بتروح ترجع بقول لي EN بتطلع عن بتعوض هاي بتطلع عن بتقول لي سالب 13.6 على EN تربيع بتعوض عن بتطلع معك H EN 441 انتقل الإلكترون ذرت الهيدوجين من المستوى الثالث هاي المستوى الثالث المدار الثالث إلى مستوى الاستقرار اللي هو المدار الأول إنه مقدار تردد تردد أوكي الفوتون المنبعث بوحدة هيردز واعتمد ثابت بلانك 6.63 طيب شو بد مني من الثالث لالأول بدي التردد أوكي بتروح بتطلع فرق الطاقة بين المدارات E final ناقص E initial هاي E يساوي قيمة المطلقة E final مستوى الاول سهل 13.6 ناقص ناقص المستوى الثالث واحد ونص بيطلع معي زائد 11 1 بوحدة إليكتون فولت بده التردد بروح بقوله E تساوي H فF تساوي E على H بس E بزبطش تضلها بالإليكتون فولت لازم أحول إلى جول فبضرب في 1.6 في 10 قوة سالب 19 على H H هيها 6.63 ضرب 10 قوة سالب 30 34 طبعا بالنسبة للأسس فورا هذول إنساهم هي بيطلع معي الجواب ألف هي بيطلع معي الجواب باع طيب لو قلنا 12 فيها 2 2 في 1 فال 6 2 في 1 ونص تقريبا يعني لا والله جراب لا 12 في 1 ونص ومنطبع تقريبا ثلاث خلص ألف استخدم ألف حاسبي بتطرع معك الجواب إيش ألف بعد تقاس كتل الجسيمات بوحدة تسمى وحدة الكتل الزرية A-M-U وهي تكافئ برضو سؤال حفظ من النووية 1 على 12 من كتلة نظير الكربون 6 12 في ربالك يا 1 على 12 من كتلة نظير مين الكربون 1 C-16 43 نواة عنصر نواة عنصر عدد نيوتروناتها 14 عدد مين عن نيوترونات يساوي 14 نصف قطر نواةها نصف قطر إيش النواة إن رمز العنصر هو شو رمز العنصر شو معطيني رمز العنصر رمز العنصر لاحظ أنه معطيني العدد الذري فقط ليس معطيني العدد الكتلي طب أنا بعرف أنه قانون نصف القطر R هو عبارة عن R-Node في الجذر التكريبي إلى إيه بروح بعود 3.6 في 10 قوة سالب 15 يساوي R-Node هايها ثابت طبعا على الصفحة 1.2 في 10 قوة سالب 15 في الجذر التكريبي إلى مين إيه باي باي 3.6 على 1.2 طلع ثلاث يساوي الجذر التكريبي إلى مين لا إيه كعب الطرفين إذن إيه شو بطلع معي 27 هاي العدد نكون شو طلع معي 27 آه بس إذا طلعت على الخيارات ترى أنت ممكن تلاقي هنا العدد الذري 27 قلت لكم أنا باقي لما أكتب لما باقيت كنت أكتب الانتحان كنت أسبوع كامل أنا قاعد في البيت مرتاح فكتبتوا على رواق فكنت حنوني شوي ولا لا بقولت لكم زي ما قلت لكم في الوضع الحالي لا أنا لازم أحصلك واحد من هذول الخيارات 27 لأن الطالب يفكر أنه بطلع معي الجواب 27 وروح يدور على 27 بتجاوب لا أستاذي طول بالك هو معطيني عدد نيوكليونات 14 اللي معطيني هنا في السؤال في الرموز هذه معطينا النظائر أو العدد الذري العدد الذري العدد الذري هو يمثل عدد البروتونات فهو أنا شو تدعك تحتمل أنت من العدد الكثلي معك العدد الكثلي 27 وعدد نيوكليونات 14 بتطلع العدد الذري فطلع معك 13 فالجواب شو دال 44 سؤال 44 بيقول الشكل المجاور يمثل التمثيل البياني للعلاقة بين عدد النيوكليونات وطاقة الربط النووي لكل النيوكليون تشير الأرقام إلى أربعة نظائر النظير الذي يمتلك أعلى طاقة ربط نووي هو اسحط اسحط تقولي اثنين فورا اللي هي لأنها جاءة للمنهار أستاذ اثنين أكثر استقرارا وهذا اللي احنا متعودين عليه تمتلك طاقة ربط نووي لكل النيوكليون أكبر بس اللي مطلوب مني في السؤال النظير الذي يمتلك أعلى طاقة ربط نووي فقط بده بي اي مين أكبر فهون بدك تضرب العدد الكتلي في بي اي على ايه شوف الجواب تضرب هاي في هاي بتشوف الجواب تضرب هاي في هاي بتشوف الجواب الى اخري فبطلب هاي الجواب ايش اربعة كيف عرفت اربعة استاذي اربعة له اكبر عدد كتلي لهو ستين وإحنا حكينا ملاحظة استثنائية كل ما زاد العدد الكتلي بزيد طاقة الربط النووي فقط وليس طاقة الربط النووي لكل النيوكليون تدير بالك اميز لو جبت لك نفس هاي الرسمة وقلت تكمين اكثر العناصر استقرارا في الطبيعة شو راح تقول لي راح تقول لي اثنين ليش لانه جاي اعلى المنحنة كل ما اطنعنا لفوق بيكون العنصر شماله اكثر استقرارا خمسة واربعين اذا كان فرق الكتل بين كتلة النوات الليثيوم ومجموع كتل مكوناتها معطني دلتا ام بس انتبه انه معطني بوحدة كيلوغرام فان مقدار الطاقة التي تلزم لفصل مكوناتها عن بعضها البعض بوحدة الجول وطبعا سي ثابت على رأس الصفحة ما راح تلاقيها في نفس السؤال فان الطاقة التي تلزم لفصل مكوناتها شو يعني الطاقة التي تلزم لفصل مكوناتها يعني بدي بي ايه طيب بما ان الكتلة معطنيها بوحدة الكيلوغرام فانت راح تسحب حالك بالتأكيد تروع القانون دلتا امسي سيكوير فكل اللي عليك تعمله انك تضرب هذا الرقم 0.0699 ضرب 10 قوة سالب 27 تضرب ليها في السي سيكوير اللي هي بتطلب مع التسعة في عشرة قوة ثمانية يعني عشرة قوة ستتاش الاسس إله علاقة والله إله علاقة طيب سالب 27 سالي دال إنسالي با فيها بتطلب معي ألف يا بتطلب معي جين تضرب لي هذا الرقم اللي هي 0.069999 ضرب ليها بتسعة يعني أنا تحليلي للموضوع تحليلي للموضوع بتطلب معي ألف يعني بدها آلي حاسبي قنجيب الآلي حاسبي ونتأكد لأنه أنا مش متأكد مية بالمية بس غالبا الأرقام اللي ظاهري منهاي تقريبا يعني واحد بالعشرة عشرة يعني لابتضرب التسعة لا والله تقريبا نص خلينا نحكي خمس بالمية مش ضرب طيب صفر ستة تسعة تسعة ولا تهتم للأسس أستاذ لا تهتم للأسس ضرب تسعة لأن الأسس واضحة زي ما قلنا لكم زي ما قلنا لكم لأنه هاي سالب سبب وعشرين تضربك سالب ستة مستحيل تطلع سالب سعب وعشرين مستحيل ستاش لذلك الجواب إيش أنا إذن هاي الجواب طلع معي ألي روح على سؤال ستة واربعين سؤال ستة واربعين في المعادلة النهوية التالية سي يو تسعة وشرين أربع وستين بعطينا نيكل ثمانية وعشرين أربع وستين زائد اكس زائد واي الرمزان واي اكس انتبع الترتيب يشيران إلى طيب هون بتوازن تسعة وشرين ثمانية وعشرين ما عاتوا بلاس وان زيرو اربع وستين اربع وستين ما عاتوا هذا بوزيترون بوزيترون يعني اي موجب واحد صفر وبصاحب البوزيترون جسيم صغير مهمة الكتلة يسمى نيوترينو بدون شخطة بدون ضضيط يعني مش ضضيط لا ده يقول لي نيوترينو وبوزيترون اذا هاي الجواب با اللي بعده سؤال سبواردين احدى الاشعاعات النووية التي تمتاز خصائص الاشعاعات النووية بقدرتها العالية على النفاذ وقدرتها على التأيين تكون قليلة على النفاذ قدرتها عالية للنفاذ هي اشعة مين اشعة جاما عيني من نظير مشيع كانت النشاطية الاشعاعية له معطينا النشاطية الاشعاعية بحكي لنا عن النشاطية الاشعاعية له 2340 بي كيو اي نوت بعد مرور ثمان ايام اصبحت النشاطية الاشعاعية 585 بي كيو ان مقدار ثابت لضمحلال بدو لمدة بوحدة ديس قوة سلب واحد احنا على السريع عند خيرين يا بتقول لي هاي تقسمها على اثنين كم مرة بعطيني هذا الرقم بتروح انت على الآله حاسب هيك طلع تروح على الآله حاسب بتقول لي 2342 تقسيم اثنين تقسيم اثنين بتطلع بطيني 5580 يعني قسمت على اثنين مرتين يعني انا في عندي عمرين نصف يعني كم عمرين نصف هاي يعني على السريع تفهم ان الزمن تساوي اثنين عمر النصف او عشان تحصل على هاي المعادلة لعندك خيار انك تشتغل على القانون اللي انا ما راح اشتغل عليه تقول لي ايه على اي نوت يساوي نص قوة تي على عمر النصف وتروح تعوض هاي الأرقام وتطلع ايش انه تي تساوي اثنين عمر النصف لكن تي معاي ثمن ايام هاي ثمن ايام يعني تي في عمر النصف يعني عمر النصف فورا بطلع معك four days ممتاز بس شو بده مني ثابت للمحلال لمدة طب لمدة ما هي عبارة عن لن الاثنين على ايش على عمر النصف يعني لن الاثنين على اربع وهو بده ياها بالديز قوي سالب واحد خليها فيش جاية للتحويل لن الاثنين على اربع بروح بدور وين لن الاثنين على اربع مش موجود آه أستاذي بس موجود عندي اثنين لن الاثنين على ثمانية طب هاي الاثنين مع الثمانية إذن لن الاثنين على اربع إذن الجواب شو الجواب جيل اللي بعده آخر سؤالين في تفاعل الاندماج النووي التالي اتش وان وان زائد اتش وان تو بعطيني هيليوم زائد جاما وبالاعتماد على البيانات المثبتة علي أجب عن الفقراتين تساربين وخمسين حيث الكتل بوحدة ايامل معطينا الكتل بيقول لي أن طاقت التفاعل لكل نيوكليون طاقت التفاعل لكل نيوكليون طيب يعني بده كل على ايه بوحدة المليون الإلكترون وولت تسارب علماً أن الواحد ايامله تسعمية وواحدتلاثون طيب مش احنا بنعرف أن كل자 هو عبارة عن دلتا أعمل فيه سعمية وواحدتلاثون لأنه ايامله تسعمية وواحدتلاثون طيب ممتاز إذا ما تقل لي فرق الكتل بين مجموع اللي هو النواة الداخلة والنواة الناتجة يعني أنك تجمع لي هاي زائد H12 وتطرح منها الهيليوم 23 خلاص في جداعي أنك كاي تقول لي هاي زائد هاي وتطرح منها هاي اللي هو مجموع النواة الداخلة تطرح منها مجموع النواة الناتجة هتقول لي 1.0273 زائد 2.0136 تطرح منها 3.0149 إذن بأطيني الجواب 0.006 كل هذا الحكي مضروف في 931 تضرب هذا الرقم في 931 تطرح معك 5.586 ما فيش عندي بالخيارات اطرح قد يكون موجود فدك تنتبه أنه أنا بدي يطاق التفاعل لكل النواة يعني بس يطرح معك الجواب هذا هذا كيو وهو 5.586 هذا مين؟ هذا كيو وهو طاقة التفاعل طاقة التفاعل طاقة التفاعل يعني 5 بوينت هي 5 5 بوينت 5.86 هاي شو تمثل؟ تمثل طاقة التفاعل لكن شو بدي؟ بدي طاقة التفاعل لكل نيوكليون بتروح بتقسم كيو على ايه؟ يعني بتقسم هذا الرقم اللي طلع معك 5.586 بتروح تقسم لي على ثلاث ليوم جموع الاعداد الكتلية فبتروح بتقسمه هذا الرقم اللي طلع معك تقسيم ثلاث فبعطيني الجواب 1.862 إذن هاي الجواب أنا عندي إيش؟ الجواب 1.50 عند مقارنة آخر سؤال عند مقارنة كتل النوى الداخلة التفاعل بكتلة نواة الهيليوم كتل النوى الداخلة التفاعل بكتلة نواة الهيليوم فإن كتلة نواة الهيليوم تكون أكبر من كتل النوى الداخلة التفاعل وتكون أكثر استقراراً من النوتين الداخلة التفاعل أكبر أقل شو رأيكم لما نقارن كتل النوة بنوات الهيليوم هذول كتبتين قارن بنوات مين الهيليوم طب أستاذي حكينا ملاهظة أصلا أنه دائما يكون هناك فرق في الكتلة ما بين النوة الداخلة والنوة النافجة إذا قارن هاي في هاي أكيد الهيليوم مدكت بس أنا بدي أقارن الهيليوم بهذول الهيليوم معا أكبر وللأجل هتقول لي أستاذي طمه نفس العدد الدري نفس العدد الكتلي آه بس أحكي لك شغله إحنا قلنا ملاحظة دائما وأبدا دائما وأبدا دائما وأبدا تكون كتل النواتج أقل من كتل المتفاعلات دائما وأبدا كتل النواتج أقل من كتل المتفاعلات فالجواب بيكون أقل من كتل النوة الداخلة بالتفاعل وبالتأكيد تكون أكثر استقرارا ولذلك الجواب أنا عندي جيم الجواب عندي جيم وهيك انتهت الأسلة وانتهى المقترح الأول والامتحان الأول أنوح على نقطة أخيرة حبايبي القلب حبايبي هذا المقترح مقترح أسلة وبرجع بكرر هو ليس أسلة متوقعة هو عبارة عن مقترح مقترح والمقترح رقم 2 بصراحة هيكون أقوى من المقترح الأول يعني هذا الامتحان اللي أنا عامله عامله بنفس مستوى الوزارة أعلى شوي من مستوى الوزارة عشان تتطمن وما تخاف المقترح الثاني أصعب شوي أصعب شوي من المقترح الأول ورح يكون فيه أفكار استثنائية الأفكار اللي ما أخذناها ومش موجودة في المقترح الأول موجودة في المقترح الثاني حبايبي القلب نستناكم في الفيديو القادم بإذن الله عشان تستفيدوا وشير شير 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 وإبعث للكل لحتى الكل يستفيد من هذا الفيديو ويستفيد من هذا المقترح حبايبي القلب نستودعكم الله الذي لطبيع وداعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته